أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلاً اليوم طبعاً موضوعنا مثل ما تعرفوا هو قصة الكون قصة الوجود راح نحاول قدر الإمكان حسب فهمنا للكون حسب معلوماتنا نقدر نناقش هالموضوع أنا واخوي ديفيد بالبداية خلونا نرحب بديفيد أهلاً وسهلاً فيك ديفيد يسعد مساءك يسعد مساءك يسعد مساءك شوها الحلاوة ديفيد حلاوة الشيوخ أنت جاي عليك حبيب ديفيد على كلنا أصدقائي قبل ما ندخل حب أسلم على كل الأصدقاء المتواجدين معنا طبعاً نسرين علي عمدة وفي ضيف جديد W33312 V333312 أهلاً وسهلاً براندي أبو الحكم وكل الأصدقاء المتواجدين أهلاً وسهلاً فيكم أهلاً سنبدأ أخوي ديفيد من البداية يعني بالثانية الجزء خلينا نقول من الثانية الأولى من جزء من المليار مليار 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 من الثانية بعد الانفجار الكبير شو اللي صار تفضل سألني مبارح حدا من الشباب بعت لي رسالة اللي لازم تحكو شي مرة عن اللاشيء فقلت له بكرة عنا حديث عن بداية الكون فخليني احكي معك شوي قبل الجزء الأول من الانفجار آه يا ري تفضل تفضل شو وضع وبناء على رغبة صديق للي بعت لي مبارح بتمنى يكون عم يتابع هلأ جان هلا بداية فكرة الانفجار الكبير فكرة كتير جديدة لسا علينا البشر ما كانوا متوقعين موضوع انه الكون بلش له بداية يعني اول حدا اقترح هذه الفكرة هو القصة البلجيكي جورج بومير بسنة السبعة وعشرين المعادلات اينشتاين للنسبية العامة بوقت صدم اينشتاين نفسه بنتيجته انه الكون عم يتمدد بناء على النسبية العامة نفسه يعني اعتقد بانه الكون ستاتيستيكي او ثابت هايدي الغلطة اللي كل العلماء بوقعوا فيها او كل الناس بتوقع فيها اذا ما كانت حذرة بانه انا بدي اوصل لنهايات الموضوع فا اينشتاين عمل النسبية الخاصة عمل النسبية العامة نطر تقريبا عشر سنين اللي حسنو يثبتوها واخذ عليها جائزة نوبل فقال لك خلص انا اكتشفت القصة كله من اوله لاخره ايجا جورج لوميتر وعمل له له لا حبيبي الكون عم يتمدد بسنة 1930 طلعت فكرة الانفجار الكبير اذا يكون عم يتمدد فمعناها بلش من نقطة كتير صغيرة لاحقا كل المشاهدات اثبتت هيدا الموضوع ان زياح الطيف نحو الاحمر الى اخره وبعدين تم قياس سراعتها بعدين رصدنا الاشعة الخلفية المايكرونية الكونية الى اخره قصة طويلة فاتأكدنا من موضوع الانفجار الكبير فصارت تنحكى قصة طيب معناتها من اشعل فتيل الانفجار الكبير صارنا هلأ بهيدا النقطة لو ان الموضوع كله اساسا الانفجار الكبير ما صار انه كان بضع عشرات من السنين عرفانين انه في انفجار كبير يعني اذا ذكرتي مو خاينتني لا حتى شفنا الاشعة الخلفية المايكرونية كان بالاخر الستينات تقريبا نتم الموضوع بالمناسبة بمحت الصدفة بقصة مانا فيها هلأ فهلأ اجا الموضوع على من اشعل انفجار الكوني اذا كان موجود بلا شيء كيف اتى الشيء لماذا هناك شيء عوضا عن لا شيء الفكرة انه وانت بدي احكي عن اللا شيء الغلطة اللي كله ياتنا عم نغلطة انه احنا عم نستعمل المفاهيم المجرد الفلسفية بالتعاطي مع امور فيزيقية او امور حقيقية يعني انا وقت بكون عم بحكي عن اللا شيء اللا شيء هو امر فيزيائي تماما كما الشيء هو امر فيزيائي فان يتعاطى معه بطريقة فلسفية تعتمد على العقل هيدا منظور غير مقبول به الامر العلمي فوقت عم نحكي عن اللا شيء مضطرينه لانه نشوف الفيزياء شو عم تقول بموضوع اللا شيء ابحاث طويلة معنا فيها بداية من اينشتاين نفسه من نسبية العامة بالمناسبة لو انه اينشتاين نفسه كان رافض الفيزياء الكوانتوم فيزيكس او الفيزياء الكومومية لكن الفيزياء الكومومية فرضت نفسها علينا كامر واقع بداية من يعني ريتشارد فاينمن نفسه وقت اللي يطلع به نظرية البوزيترونات اللي هي مضادة الالكترون وقال لك اينشتاين كان عم يحكي فكرة قال لك إذا الالكترون مشي بأسرع من سرعة الضوء فلحى يصير شحنته موجبة فأخذ هايدي النظرية ويرجع بالزمن لورا فأخذ هايدي النظرية ريتشارد فاينمن وطبقه ولقه بسنة التسعة واربعين إنه فانا الالكترون أثناء تحركه بنقطة معينة لحيخلق مضاد الالكترون اللي هو البوزيترون فبيكون عندي أنا الالكترون بالأساس وهو عم يتحرك بأسرع منه الضوء خلق عندي مضاد للالكترون والكترون آخر لأنه هنين بيخلقوا ملا الشيء بيرجعوا بيفنوا بعضهم وبرجع أنا بيستقبل الكترون نفسه من هايدي النظرية فاينمن من هون بلش يكبر الموضوع بلش يتحققوا أكتر به الفيزياء الكومومية ولقوا إنه فعلا الطاقة مثل ما عبر عنا أينشتاين مثل ما أنا كاتب هون المادة والطاقة هي الشيء واحد فلقوا فعلا إنه الطاقة عم تأنتج مادة والمادة تتحول إلى طاقة صافية تماما يعني إنت إذا بتجيب كواركين وبتبعدهم عن بعض القوى النهوية القوية ما سكتب ببعض بشكل كتير فظير إذا حسنت تبعدهم عن بعض الطاقة اللي إنت حتحطها لتبعدهم عن بعض حتخلق الكواركين تانيين يرجعوا يلزقوا به الكواركين الأولانيات فإنت بلشت بكواركين فصلتهم صار عندك أربع Out of nothing جينا أما نشوف موضوع إلا شيء فضوا بالكوانتوم فيزيكس وقت أنا شلت الرادياشن الإشعاعات الكواركات الجسيمات الطاقة زما كان ما عاد في عندي شيء ضل هيدا nothing رياضيا ضل هيدا الوزن هيدا الوزن شو؟ ما عندي شيء لا في رادياشن لا في كواركات لا في شسيمات there is nothing literally nothing في الوزن لأينا إنه في تموجات كمومية موجودة داخل النوثن بشكل دائم هيدي التموجات الكمومية عما تصير بإنه تموجات كمومية عما تتحرك بطريقة عما تخلق طاقة وهيدي الطاقة عما تخلق جسيمات بيسموها virtual particle أو جسيمات افتراضية بتخلق هيدي الجسيمات الجسيمات مادة ومادة مبادة بيرجعوا بيفنوا بعض بيثقب أسود آني بيرجعوا zero فهي nothing بس هيدا nothing عم يغلي بهيدي الجسيمات اللي هي عم تتخلق وتفني بعضها بشكل آني وبشكل دائم هيك معادلات الفيزيكس قالت فإذا اللاشيء بالمنظور الفلسفي إنت فيك تقول اللاشيء وهيدا اللاشيء وقت أنا عملته بالفيزياء الفيزياء الكومومية طلع هو اللاشيء لكن هيدا اللاشيء مش نفس تصورك أنت ما في زمن ما في مكان ما في إشعاع ما في بارتيكلز ما في أي شيء على الإطلاق يعني أنا ما عم بحكي على الفضاء مثلا الفراغ الموجود ما بين المجرات الفراغ ما بين المجرات في شيء في ذرة واحدة تقريبا كل 10 سنتيمتر مكعب أنا عم بحكي عن اللاشيء على الإطلاق حتى هيدا الذرة مش موجودة ولا في بارتيكلز ولا في رادياشن ولا في أي حتى there is no space time ما في زمان ولا مكان وبالمناسبة بالفيزياء الكومومية الزمان والمكان نفسه يتم تخليقه من الطاقة نفسه in the nothing so هلا أنا عم بحكي هيدا الموضوع منطقيا متل ما كل الفلاسفة عبر التاريخ ما كان حيصدقني وأنا عم بحكي هيدا الكلام لكن لحنا عم نغلط جانبي غلطة لو إنه بدي يستطرد شوي بالموضوع إنه لحنا عم نتعامل مع أمور بمنطقنا العقلي لحنا كبشر نسيانين شغلة أساسية إنه لحنا منطقنا العقلي المعقول المنطق بالنسبة لإلنا هو الشيء كما يفهمه عقلنا الذي تطور في الغابات لحنا ما فينا نستوعب الأرقام الكبيرة وما فينا نستوعب الأمور مدون الذرية بمنطقنا العقلي وقت بدي يقلك إنه الإلكترون إذا أنا بدي أطلق الإلكترون من أصبعتي هي لأصبعتي هي المنطق بيقول إنه هو حيمشي هي لكن قال لا ممكن الإلكترون يطلع على الأمر وبعدين يجي لأصبعتي التانية ببساطة هيك بده بالنسبة لو أنا كنت بإلكترون وعندي وعي لححس الموضوع منطقي بطلع الأمر وبرجها بنزل حيكون عندي فلاسفة عم يفستولي الموضوع بإنه هيك المنطق بيقول بالعكس من غير المنطق بالنسبة لألي يمشي هيك وقت أنا بدي يقول إنه الإلكترون ممكن يتواجد بمكانين بنفس التوقيت بنفس التوقيت ممكن الإلكترون نفسه وقت أنا بطلق الإلكترون من أصبعتي هي للكاميرا اللي هلأ عم صور منا لو أنا حاطت غشاء ما بيني وبين الكاميرا الإلكترون ممكن يخرق الغشاء بنقطتين مش بنقطة واحدة الإلكترون نفسه هذي أمور بمنطق العقلي إنه مستحيل يعني شو عم تحكي إندي؟ بس أنت أنا سيان إنه هيدا المنطق العقلي تبعي ما خصوا بالإلكترون منطق العقلي منحكي فيه على أمورنا الحياتية لإحنا على منظومتنا العايشين فيها بس ما فيك تأسقط منطقك البشري على الإلكترون نفس الشيء وقت أنت عم تحكي عن اللاشي وعن ما نحكي فيه بالفيزياء ما فيك تجي تقولي الموضوع غير منطقي لأنه الطبيعة لا تهتم للمنطق البشري التافه تبعا ببساطة شديدة الطبيعة لا تهتم للمنطق البشري اللي أنت موجود صمم فيه دماغك أو دماغك تطور بطريقة يعمل المنطق فيه بناء على معطيات حياته بناء على ما يتعاطف فيه حتى الأرقام الكبيرة جان وقت لحنا مثلا عم نحكي بأمور الكونية مثلا أو حتى بالإفولوشن أو أي أمور عم نحكي فيه أرقام مليون مليار هاي دي أرقام جان اللي احنا ما فينا نستوعبها حرفيا ما فينا نستوعبها بدك تعد للمليون إذا بدك تعد للمليون بمعدل رقم بالثانية تقريبا بدك أسبوعين فيك أنت تعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى العشرين كملن للمليون بدك تقريبا أسبوعين ننستوب بمعدل رقم بالثانية جيرمي هاربر جيرمي هاربر بالألفين وسبعة قال أخي دا يخلوا عنده بصيفية الألفين وسبعة بشهر سبعة تحديدا بصيف الألفين وسبعة ما عنده شي يعملوا بالصيفية الزلمة قرر يعد للمليون قرر يعد للمليون وحط كاميرات ببيته عم تراقبه هو عم يعد للمليون بلش بشهر تموز الفين وسبعة خلص بشهر سبتمبر الفين وسبعة أخذ معه الموضوع ثلاثة شهور إلا كم يوم إلا يومين تقريبا وأخذ عليها جائزة أو مجائزة دخل بكتاب جينس سوري دخل بكتاب جينس للأرقام القياسية كأول شخص بيعد للمليون ثلاثة شهور عم يعد واحد اثنين وبمعدل تقريبا 16 ساعة باليوم يعني الزلمة بس عم ينام ويعد لا حلق بقنه ولا طلع من بيته ولا عم يعمل شي فتح عيونه وعم يكمل عدم شغال هاي دي أرقام ضخمة وقت بداك تحكي بمليار مليار ثانية بيطلعوا تقريبا 32 سنة مليار ثانية طبعا أنت ما فيك تعدل المليار بمعدل رقم بالثانية ولا حتى للمليون لأنه عندك أرقام كبيرة بدا كذا ثانية لتقوله يعني 999 مليون وميتين وخمسة واربعين ألف وثلاثمية واثناش بدا بدهم كذا ثانية لتقوله ما فيك تقوله بثانية واحدة رياضيا تم حساب الموضوع رياضيا إذا بداك تعد للمليار بدون توقف نون ستوب ولا لا تنام ولا لا تبلع ريئك ولا لا تشرب مي نون ستوب بداك تقريبا 86 سنة وشوي أو 87 سنة 86 سنة ونص بالضبط نون ستوب طيب إذا بدك توقف لتنام مثلا بس لتنام بس بدي نام كم ساعة باليوم 6-7 ساعات وارجع كم ملعد صارنا عم نحكي بيه تقريبا 260 سنة 260 سنة لتقول كلمة مليار وهت أنا عم قول عمر الكون 14 مليار يعني إنت صار بدك 3700 سنة لتعدهم 3700 سنة بس عم تقول أرقام لا توصل لعمر الكون اللي إحنا عم نقول كل رقم فيهم هو سنة كاملة هيدي أرقام كتير 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 ضخمة وأنا عم أقلك مثلا لوسي الأحفورة الشهيرة عمرها 3.2 مليون سنة اعرف شو يعني 3.2 مليون سنة مو كلمة سهلة انت يمكن اشتري سيارتك بـ 3 مليون بغض النظر شو عملتك ليرا جنيه اللي هو فبتقول شو يعني 3 مليون مبارح دافع 3 مليون أنا اشتريت سيارة 3 مليون سنة هدور رقم رقم مخيف مو مزحق إلا تعد 3.2 مليون سنة بدك سنة كاملة عم تقول أرقام بس لحتى توصل لعند لوسي وكل رقم عم تقوله هو سنة كاملة فجان لحنا هيده مشكلتنا وقت اللي الناس بده تعترض أنا اضطريت اني استعمل هيده الاستطراض لأنه هلأ كتير من المتابعين اللي حيصير مأخوذ بنفس الكلام التقليدي اللي الناس بتحكي بي انه هذا منطق ومش منطق حبيبي المنطق ما خصوا بهيد الأمور على الإطلاق فينا نحكي منطق بمشكلة بينك وبين زوجتك بمشكلة بالعمل بموضوع حياتي بحياتنا هون المنطق بيشتغل بس وقتك تدخل بي الأمور الضخمة جدا أو الأمور المدون الذرية الصغيرة كتير المنطق تبع التمسالية ما خصوا بالموضوع أبدا في عندي فيزيكس في عندي أرقام ورقة وألم وآله حاسبه وين آله حاسبه وآله حاسبه هدول اللي بيشتغلوا معك بهيد الأرقام الكبيرة ما بيشتغل معك المنطق تبعك فإذا اللاشئ نفسه اللاشئ على الإطلاق هو يغلي بهذه البرتشوال بارتكول باستخدام 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 بالزمن تبعك فإنت لو بتحسن تمشي أسرع من الضوء فإنت لا حتصير أو إذا مشيت في سرعة الضوء لا حتصير سرمدي أزلي لا حتصير بالنسبة لإلك الزمن متوقف حيتباطئ الزمن كل ما قربت لسرعة الضوء إذا حسنت توصل لقريب مثلا 99% من سرعة الضوء ومشيت لوقت بسيط خلينا نقول 5 دقايق وإتى ترجع على الأرض حتلاقي الأرض مشيت 5000 سنة ومعد أذكر الأرقام هلا مبراسة فحتلاقي حالك نزلت بالمستقبل بالكرة الأرضية فالمستقبل تقنيا موجود من وجهة نظر فيزيائية لكن إنت لسه موصلت له لأنه إحنا بطيئين إحنا شغالين relative لسرعة الضوء ألا بالنسبة للضوء بالنسبة للفوتون ما عنده زمن الفوتون ما عنده شغال باللا الفوتون اللي ماشي بسرعة الضوء بشكل دائم هيدا ما عنده زمن أبدا ما بيحس بموضوع الزمن اللي إحنا عم نحكي فيه وبالتالي أنا لو كنت فوتون اللي حكون خالد حرفيا وإذا حدا عم يدور على الخلود إيه لاقي طريقة لأنه هو يمشي بسرعة الضوء فلا حيكون خالد بحسب قوانين الفيزياء فأنا عم بحكي عن اللا شيء اللي هو غياب كل شيء غياب أي شيء ما في ما موجود أي دا الألم ما موجود أنا ما موجود أنت لا يوجد أي شيء ولا حتى إشعاعات ولا حتى في جسيمات أو بارتكولز موجودة ولا زمان ولا مكان ما في شيء لا يوجد أي شيء ج MEsorge بطير موقفر.. اللاشيء غير مستق.. اللاشيء ليس اللاشيء متل ما أفلاطون عمّا يتخيّل اللاشيء إنساني أفلاطون قاعد بزمانه وعمّ يتخيّل اللاشيء فيه يتخيّل الي يبدّ ي، فيني أنا هματα أتخيّل أفلاطون فيه تخيّل إنسان بطير يتحدّى الجاذيبية، لكن أنا ما فيني أعتبر كلامه أمر واقع وتجي تجادلني فيه فيزيائيا يعملوا' THEY ESLI PET،أنت اثّبت أيد من نظرية تبعك ما فيك تثبت لا يوجد إنسان يتحدى الجاذبية ويطير بهذا الشكل بقوة خارقة منه لا يوجد مثلا كوكب شكله هرمي ما فيك تجي تفترض انت فيك تفترض فينا نتخيل كوكب هرمي شكله مثل الهرم مثل أهرامات مصر لكن لا يوجد كوكب كهذا لأنه قوانين الفيزياء ما لحت تسمح لكوكب يتشكل الجاذبية ما لحت تسمح لكوكب يتشكل بهذا الشكل الغير منتظم الجاذبية إجبارية حتكون متساوية على كل الأجزاء فحتعملوا كروي بالشكل تقريبا فإنت فيك تتخيل الفلاسفة فيهم يتخيلوا هذه الأشياء لكن ما فيهم يجوا يعني يفرضوها أنه هي أمر حقيقي أو منطلق حقيقي لأنطلق منه فالفيلسوف بإمكانه يفترض أنه فيه لا شيء ولا يزن شيء ولا توجد فيه إشعاعات ولا يوجد فيه تموجات ولا يوجد فيه أي شيء ولا جسيمات افتراضية فيه يفترض حر لكن ما فيك تجي تلزمني فيه نوع موجود لأن الفيزيكس قال أنه هيدا الشيء مو موجود تمام؟ فيك تثبت؟ تفضل ثبت ثبت لي يا رياضيا أنه هيدا الشيء ممكن يوجود لحتى نحكي لذلك اللاشئ خارج الزمكان خارج الكون كله دائما يغلي بهذه الـ virtual particles اللي هي عما تساوي جسيمات جسيمات مادة ومادة مضادة متعاكسة بالشحنة مشان أصدقاني ما بيعرفوا المادة والمادة المضادة هي متعاكسة بالشحنة فوقت أنا بقول ووقت أنا بقول بوزيترون اللي هو مضاد للإلكترون يعني إلكترون سالب البوزيترون موجين بيضربوا اثنين مع بعض بيأفنوا بعض فبيطلع عنهم فوتون فقط طاقة أوكي نفس الشي عندك لكل الكواركات على الإطلاق حتى النيترونات عديمة الشحنة هي تتكوى من ثلاثة كواركات إلى مضاد للنيترون لو إنه عديم الشحنة لكن إلو مضاد للكواركات اللي بيقلبوا الكواركات تبعه متعاكسة بالشحنة ليس 1 ع scandal 3 سو حتى النترون فيه إلو مضاد شو وإحنا كل المادة هيك لإحنا عم نقول مادة مضادة هي إفتراضات يعني لو إحنا كلنا موجودين بكون لو كان عنا الإلكترون موجب وأحنا نسمي كمان مادة بس احنا هلا عم نقول بالعكسه لو فيه كون اخر موجود عندهم الالكترون موجد حيسموا حالهم مادة وحيسمونا لحنا مادة مضادة عشان الاصدقاء ما يضيعوا يعني هيدي كله ياتا مصطلحات بس نحنا عم نسميها هي ما خاصة بالواقع ابدا بس حتى نفهم على بعض شو عم نحكي كاشخاص الكون مالو مهتم لا انه مادة ولا انه مادة مضادة او هلا بي اثناء حركة او هيدي الافناءات الانية اللي عم تصيروا بشكل دائم ما بين ال virtual particles عم يتشكل عندي دائما بالطاقة اللي ناتجة عنهم عم يتشكل قوة جاذبية عم تتحرر اول شيء بمرة من المرات حصل الطفرة مثل الطفرات البيولوجية وقت عما يصير عملية هيدا الافناء المادة والمادة المضادة او تحديدا بيفطردوا العلماء اثناء تشكل الطاقات البدائية حصل خلل بالتوازن فبدل ما يكون في عندي مادة ومادة مضادة صار عندي مادة اكتر من المادة المضادة وتحديدا لكل مليار مادة مضادة صار في مليار واحد مادة لكل مليار جزيء مادة مضادة طلع مليار واحد جزيء من المادة المليار افنوا بعضهم وضال الجزيء تمام؟ هيدا الشيء مؤفتراضي هيدا الشيء معروف وعم نشوفه باشعار الخلفية الكونية المايكرونية لانه ببساطة الفوتونات الموجودة فيه هي بمعدل مليار لكل واحد بروتون موجود فيه المادة الكونية الموضوع محسوب رياضيا ومشاهد بالمشاهدة الرصدية المشاهدة الرصدية بزمن بلانك اللي هو اصغر زمن ممكن نحكي فيه وهت عم نحكي مثلا زمن بلانك وستة فاصلة اربعة ضرب عشرة أص ماينس تلاتة واربعين ثانية عشرة أص نائس تلاتة واربعين يعني انا عم بحكي صفر فاصلة نينو أربعين صفر واحد ثانية من الثانية جزء من الثانية بزمن بلانك هيدا كان عندي حرارة الكون عشرة أص ثلاثين درجة يعني عشرة وجنبة ثلاثين صفر درجة الطاقة هيدا المحبوسة كانت بهيدا الجسين بلانك يعني كانت عم تشكل ثقوب سوداء وعم تخفي بنفس الوقت طاقة هائل ثقوب أسود هيدا ما ما فيك يعني تنهار هون عنده كل شيء ينهار كل شيء تماما هيدا ثقوب أسود بزمن بلانك في كرة أو في ما يسمى كرة بلانك واحد فاصل ستة اللي أبعادها واحد فاصل ستة ضرب عشرة أص نائس خمسة وثلاثين متر بهيدي الطاقة العظيمة هون وقالتلي انفصلت عندي أول شيء اذي الجاذبية عندي أنا القوى الكونية أربعة القوى الكون اللي متحكمة بالكون كل ياته قوى الطبيعة كل ياته أربعة الجاذبية هي أضعفهم اللي هي بتجذب المادة لبعضه عندك القوى الكهربائية المغناطيسية اللي هي بتربط الجزيئات سوري اللي بتربط الذرات مع بعضها داخل الجزيئات عندك القوى النووية الضعيفة والقوى النووية أو قوية الضعيفة اللي بتربط الكواركات مع بعضها ومساهمة بالتحليل الإشاعي والقوية اللي هي عم تربط البروتونات ونيترونات داخل أنوية الذرة هدول الأربعة كانوا كلهم قوى واحدة أول واحدة اتحررت منهم قوة الجاذبية وبعدين اتحررت عندي القوة الكهربائية وقتلي كانوا لسا بقيانين مجتمعين مع بعض القوة الكهربائماطيسية مع قوة ضعيفة كان اسمها قوة ضعيفة انطلق عندك طاقة نتيجة هيدا التحول أو انفصال الطاقة الكهربائية القوة الكهربائية عن الجاذبية صار عندي طاقة قدت لتمدد هيدا الجزيئ الكون البابي هيدا اللي أصغر من حجم رأس الدبوس بحجم بلانك تقريبا هو قدت لانفجاره بمقداره عشرة قص خمسين ضعف يعني عشرة جنبه خمسين صفر بفترة التضخم هيدا بلشت تتشكل عندك الجسيمات المادة والمادة المضادة وعما يفنوا بعضهم مثل ما قبل شوي لكل مليار مليار واحد وعما يفنوا ببعض وعما يظل عندي جزيء واحد ناتج عن هيدا الافناء اللي عم يصير وعندك مليار فوتون عما ينفجر عما يطلع بالكون نتيجة اتحاد المادة والمادة المضادة هلا الكون كبر عشرة قص خمسين ضعف بلش يكبر بلش يبرد شوي وهو عما يبرد انفسط القوى الكهرومغناطيسية عن القوى النووية الضعيفة وصاروا هلا بهالحالة لأول مرة القوى الكونية الأربعة موجودين بلشت الجسيمات النتجة عن هالافناءات اللي صارت مع برودة الكون تتحد مع بعضه مشكلة البروتونات والنيترونات ولأول مرة يبدأ هناك تشكل أو اتحاد لجسيمات في الكون في الوجود في اللاشاء نتيجة هذا الاختلال اللي حصل بالأساس وجود واحد زيادة في المليار من الجسيمات في المادة عن المادة المضادة هيدا الكلام كله حصل خلال فترة الثانية الأولى الثانية الأولى من عمر الكون بلش لسا الانفجار موجود الطاقة تبعه موجودة لساته عم يوسى وبالتالي حرارته عما تهبط لنزلت حرارته لما دون لتريليون درجة تقريبا بلشت الالكترونات تخف حرارته الالكترونات وقت بتخفها الالكترونات الحرارة هي عبارة عن الالكترونات عم تتحرك بسرعة عالية وقت انت بتصخن شيء هو بصير صخن لأن الالكترونات سرعت من دورانه الالكترونات بلشت تبروت وبالتالي بلشت تخف سرعتها وبالتالي صارت تحسن تلتقف البروتونات والنيترونات الدور حواليهم شحنة موجبة عم تدور حواليها شحنة سالبة وبلش يتشكل عندي أول الذرات الهيدروجين بداية الذرات تسعين بالمئة من الذرات المشكلة في بداية الكون كانت الهيدروجين عشرة بالمئة هيليوم وشوية ليثيوم وبعض الذرات الأخرى لكن تسعين بالمئة منه الهيدروجين وقت لبلش يتشكل عندك ذرات هيدروجين بهيدا السديم اللي عم يصير الجاذبية عم تشتغل ذرة هيدروجين تقيلة مقارنة للاشئة أو للفراغ اللي هي موجودة فيه فببلش بيجذبوا بعضهم بحسب قوانين نيوتون للجاذبية أي جسم أي جسم إلو كتلة فهو لحي يتشكل جاذبية على جميع الأجسام الأخرى تتناسب مع عباء المسافة بينهما هلا ببلش بيجذبوا بعض كل ما عم يجذبوا بعض أكتر الذرات كل ما عم يصير كتلتهم أكتر كل ما عم يصير جاذبتهم أكتر كل ما عم يجذبوا لبعض أكتر حيصير عندك تجمعات من الذرات اللي هي كانت بدايات المجرات اللي احنا اليوم شايفين هذه الذرات وهي عم تتجمع على بعض حتشكل كرات هائلة الحجم الضغط الكبير المشكل من وزنها الهائل على الانوية تابعة بيخلي ذرات الهيدروجين وزن هائل بيخلي ذرتين الهيدروجين ينضغطوا ببعض يتحدوا مع بعض فبشكلوا ذرات الهيليوم هيدا اسمه اندماج نووي هيدا الاندماج النووي بيشكل طاقة النجوم كله شغاله بهيد الطريق دع سألك سؤال هون ديفيد كم عبدة فترة من الزمن من بداية البيك بان لهالفترة هاي اندماج ذرت الهيدروجين بعدين تنتاج الهيليوم حتى وصلنا للشموس يعني خلينا نقول اول شمس هلا لابل ما توصل لاول شمس انت لسه يعني لبداية تشكل الذرات بعد ثلاثمئة وثمانين الف سنة من بداية البيك بان ثلاثمئة وثمانين مليون او ليسا الف بحكي على تشكل الذرات انا عم بحكي على بداية تشكل الذرات يعني القصة هيدي الكواركات موجودة لبينما الكواركات اتحدوا مع بعض شكلوا هادرونات الهادرونات اتحدوا مع بعض شكلوا نيترونات وبروتونات بعدين برد الكون اكتر الالكترونات والبوزيترونات افنوا بعض ضل عندي الكترون واحد اوت اوف مليار مليار وواحد الكترون شكلوا الطاقة الاخ الاخ لوصلنا لبداية انه الكترونات عم تدور حوالين البروتونات او حوالين انوية الذرات اللي احنا منسميها اليوم انوية الذرات كان في ثلاثمئة وثمانين الف سنة هيدي اللحظة اللي احنا منشوفها اليوم بما يسمى الشعار الخلفية المايكروني عمرة ثلاثمئة وثمانين الف سنة من لحظة البيكبان منشوفها اليوم بشكل واضح وهيدي اللحظة اللي انت عم ينطلق منها عندك مثل ما قلت مليار فوتون زيادة لكل بروتون موجود في الكون كل الارتون كنا مال هيك عرفوا هيدي الاحصائية الدقيقة يعني نعرفوها الرياضيا بالأول عرفوها بالحالي الحاسبة وبالحسابات الفيزيائية مثل معظم الاكتشافات العلمية تثبت رياضيا ونظريا بالبداية بعدين بتجي صدفة بحتة مثل حالة اكتشاف اشعار خلفية المايكروني كان صدفة بحتة تماما كانوا شابين عم يجربوا موضوع لاسلكي عم يركبوا أنطين اللي يجربوا موضوع لاسلكي ولقطوا عليه تشويش بحرقوا شوي موضوع التشويش بحرقوا عم يفتشوا عن حضارات أخرى بالفضاء طلع معهم اشعار خلفية المايكروني وأخدوا عليجها إزة نوبل وأخدوا عليجها إزة نوبل يعني وهن مقصدين الموضوع كله كله بالصدفة ياريت نحن عم نحكي نكتشفش شغل هيك ناخد عليجها إزة نوبل نص بالنص أنا وانت أنا وانت هيا فتن ثاني ها أكيد أكيد فصديقي وقت اللي بلشت هيدا التجمعات هلا في عندك قوتين شغالين ضد بعض في عندك الطاقة الناتجة عن انفجار الكون اللي هي عم تجبر هيدا الشظايا اللي طلعتنا الانفجارية الكواركات والجزيئات هيدا البارتيكلز الموجودة على أنها تتباعد عن بعضها في جميع الاتجاهات عم تخلق المكان بنفس اللحظة وتتباعد فيه وفي عندك طاقة الجاذبية اللي هي عم تجذبهم لبعض وهيدا السبب بأنه تم تجميع المجرات بعيدة جدا عن بعضها والمسافات ما بين الذرات خرافية لأنه هناك كتير بعض عن بعضهم الفراغ الكوني هيدا اللي هو عم يتسارع على فكرة بالمناسبة ولا يزال والكون سيبقى يتسارع لأنه في عندك شيء اسمه الطاقة المظلمة اللي هي عم تتولد وتخلي الكون يتسارع وكلمة تسارع الكون أكتر بتتولد طاقة مظلمة بتخليه تسارع أكتر بشكل متوالية دائمة ليصير أسرع من سرعة الضوء وبهيدي الحالة ما عد فينا نشوف المجرات البعيدة لأنه ضوء ما عد فينا نشوف المجرات البعيدة عنا لأنه ضوء ما عد يصلى عنا هي عم يتباعد عنا بأسرع من سرعة الضوء نفسه سو هدول الشغلتين ماشيين مع بعض الجاذبية عم تشتغل بهيدا الموضوع وقت اللي هيدي كانت بداية أنوية النجوم الأولى أو المجرات الأولى اللي هي كانت عبارة عن كتل ضخمة وقت اللي بيصير عندك هيدي الكتل الضخمة مثل ما كنت عم بحكية بلشوه وقت بيندمجوا ذرات الهيدروجين متحولين لهيليوم وبعدها لليثيوم وانت ماشي بالجدول الدوري للعناصر وقت بيكون بيرتفع حرارته للنجم لشكل هائل كل ما عم يترتفع حرارته كل ما عم تصير عندك هيدي الاندماجات أكتر عم ترفع حرارة النجم أكتر كل ما هو عم يزيد فيه اندماجات أكتر فالهيليوم لا حيتحول لليثيوم وانت ماشي لنوصل لمرحلة الحديد ليوصل لذرات الحديد اللي هي ويوصل لذرات الحديد ذرات الحديد كتير تقيلة عليه للنجم فالاندماج النووي ما عم يولد الطاقة اللي كانت عم تحافظ على وجود النجم وهيكليته وعم تشع منه هيدا الضولي اللي احنا شايفينه من النجوم وقت اللي بيوصل لحالة ذرات الحديد ذرات الحديد بصير عم تمتص طاقة لحتى تقبل الاندماج النووي وقت بيبلش عم يمتص طاقة فهو ما عد يعطي طاقة لبرا بتتناقص الطاقة في هذا النجم بوزنه الهائل بينهار نحو مركز الجاذبية اللي هي مركز النجم بيمضغط على حاله كتير وبينفجر بما يسمى السوبر نوبا بيضطروا شكال هالذرات اللي تشكلت جواته لبرا بترجع الجاذبية عم تشتغل بترجع بتتجمع عادي الذرات على بعضها وترجع بتجتمع مع بعضها بيرجع كمان نفس الشي بيصير عندي نجوم عم تنضغط لحجم كتير كبير بتشكل ذرات تاني بترجع بتنفجر بسوبر نوبا وهكذا الشمس تابعنا بالمناسبة من الجيل الثالث يعني الشمس تابعنا خلال انفجار هاد هل انفجار هاد عم تولد زرات عناصر جديدة يعني مثل الفضة والدهب والأشياء الثاني تولد عند الانفجار نفسه صحيح صحيح بيتم دمج الذرات عند هيدا الانفجار فدائما عندك النجوم شغالة بهيدا الموضوع والسوبر نوبا شغال كان بشكل دائم يعني مثل الألعاب النورية بالكون كانت بشكل دائم وحصري يعني على فكرة ما في فرق كتير كبير بين أي نجم وأي كوكب تقنيا يعني إذا تحكي بناحية فيزيائية وخاصة الكواكب الغازية يعني كوكب المشتري مثلا لو كان أكبر بحجمه الحالي مثلا بعشرة آلاف مرة كان تحول لشمس تاني وبيقولوا عن كوكب المشتري نجم فاشل يعني ما وصل لمرحلة إنه يصير نجم كامل وصل لحجم الكتير كبير هلا النجم اللي قبل النجم اللي انفجر قبل الشمس تابعنا ولحنا كمجموعة شمسية تشكلنا منه شوف شو صار مثلا النجم انفجر بلش يجمع الذرات على بعضه بلش عم يشكل عندك الشمس بالأساس فيه ذرات تقيلة اللي ما بعدت كتير بلشت تشكل الكواكب الصلبة اللي هي الكواكب الأقرب عن نجم عطارة الزهرة الأرض المريخ هذول أربع كواكب الزغار حلوينيك ما أحلام بقلب المجموعة الشمسية الكواكب البعيدة اللي هي كانت الغازات الخفيفة بالنجم اللي وصلت لمسافات كتير بعيدة ورجعت عم تجمع حالة على بعضها صرنا بالكواكب العملاقة وقرى ناس ومشتري مثلا لو كان وبكتير نجوم على فكرة في كتير مجموعات شمسية مزدوجة ومتعددة النجوم نجمين أو ثلاثة أو أربعة وعم يدوروا حوالين بعض بشكل طبيعي مشكلين مجموعة نجمية لحالهم ومثلا المشتري لو كان فيه كتلة أكبر بمعنى آخر لو كان النجم اللي انفجر قبل ومشكلا المجموعة الشمسية تبعنا أكبر بالحجم كان خلى المشتري يصير عنده كتلة أكبر وبالتالي كان الضغط الناتج هيدا اللي بدي وصلله أنا وقت بيصير الانفجارات النووية الاندماجية اللي شكلت ان الشمس تبعنا هلأ هي ببساطة عبارة عن الوزن الوزن الرهيب المشكل على الكتلة المركزية بالنجم نتيجة الجاذبية هالوزن الهائل للغاز عيشكل ضغط حيجبر الذرات تفوت ببعضها هيدا الاندماج النووي هيدا اللي عم يشكل الطاقة هيدا اللي عم نشوفه نحنا كالشمس عم تطلع لا تتخيل حجم الشمس الشمس مليون وثلاثمئة ألف مرة من حجم الأرض مليون وثلاثمئة ألف كرة أرضية بيسعوا بقلب الشمس عادي لياخدوا حجم الشمس هيدا رقم مخيف ما عد تذكر الشمس لحالة يمكن تحت ما عد تذكر عشرين بالمئة أكتر أكتر نسبة كتير مخيفة من المادة الموجودة في المجموعة الشمسية كلا ياتها تحتويها مادة الشمس نفسها ضخمة جدا الشمس كوكب المشتري لحاله يحتوي مادة تعادل تضم جميع الكواكب بقلبه كل كواكب مجموعة الشمسية فيك تحطهم بقلب كوكب المشتري المشتري يعني ألف مرة أكبر من الكرة الأرضية حجم المشتري وزحل قلبي قليل أظن الشمس يعني مو عشرين بالمئة هي أكتر كتير يعني نجبة الشمس من مجموعة الشمس يعني يمكن اثنين بالمئة ولا ثلاثة بالمئة المادة بكل المجموعة الشمسية والباقي كله بالشمس نسيان الرقم شو رأيك نشوف صورة لمقارنة بين الشمس والكواكب الموجودة أنا نشوف صورة على الفيسبوك عندي من يومين ما عندي إياها أنا راح أحطها هلا ونشوفها أصدقائي بس حتى نقدر يعني يكون عنا مثل ما أقولوا فكرة عن شو عم نحكي يعني قديش يعني النسبة بالمئة لحجم الشمس من مجموعة المجموعة الشمسية يعني أظن لا ترقى كل مجموعة الشمسية لا ترقى إلى عشرين بالمئة يعني أقل أقل بكتير شايفين نحن هون أصدقائي هاي حجم الشمس هاي المشتري اللي أكبر من الكرة الأرضية اللي هاي هالنقطة هاي بألف مرة طبعا الشمس هاي أكبر من الكرة الأرضية هاي بمليون 300 ألف مرة وهاي الكواكب المجموعة الشمسية كلها يعني الكواكب المجموعة الشمسية كلها ما أظن تلحق إلى 2% مثل ما قالت أخوي ديفيد من حجم الشمس وطبعا نتنا بنعرف الشمس هي نجمة من هالنجوم هاي اللي تبلغ مليارات 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 النجوم الموجودة في الكون اتفضل أخوي ديفيد آسف عدم النجوم بالكون لا لا كتير ممتاز أنك حطيت هاي الصورة حتى توضح الفكرة لأنه دماغتنا عن جد ما بتستوعب يعني لاحظت أن الكرة الأرضية نقطة غبرة قدام الحجم الشمس حرفيا ميكة ولا شيء قدام الشمس وبالنسبة لإلي أو لإلك كبشر الكرة الأرضية كتير ضخمة ففيك تتخيل الشمس قدية ضخمة طيب والشمس ميلا النجوم متوسطة للحجم كمان على فكرة هاي أنا بأسمعك كتير علماء أنه قالوا أنه الشمس هي مية متوسطة ولكن أكبر من حجم المتوسط بقليل يعني كبير لكن في عندك حجوم في عندك نجوم حجمة يعني الشمس تبعنا بتطلع عن جد نقطة في هذيك النجوم مليارات المرات حجم الشمس تبعنا هاي دي النجوم اللي بتتحول لثقوب سوداء بالنتيجة وتبتنفجأ بعد السوبر نورة في عندي هون هلا المسألة الثقوب السوداء يعني في نظرية بتقول أنه الثقوب السوداء هي أكوان أخرى يعني نحن احتمال كوننا جاي من ثقوب أسود في كون آخر يعني النجم لما بيكبر بيصل لمرحلة الضغط الرهيب هذا على النواة بيكون الحجم الكبير والكسافة عالية فبينهار لثقب أسود ففي نظريات بتقول أنه هالثقب الأسود ينفجر كون آخر في يعني مجال آخر مجال فضائي آخر خلينا نقول ما بعرف إذا عندك أي فكرة أو أي تعقيد أو طبعا هذه فرضيات لا تزال موجودة في كتير فرضيات مطروحة لكن أنا عم حاول اليوم بحديثي احكي على الأشياء اللي نحن متأكدون منها علميا لليوم لأنه هذه لا تزال فرضيات لم يعني يتم التحقق منها بأي وسيلة أو يعني يوجد عليها الكثير من الأتراضات لكن هل هي ممكنة 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 فرضيا ممكنة حسابيا ممكنة الأكوان الموازية الأكوان المتعددة إلى الأوتار الفائقة نظريات كتير موجودة لكن مثل كل النظريات يعني اليوم كل النظريات اللي عم نحكي فيها السابق كانت كتير خرافية وكتير مستحيل حدا يفكر فيها فما بنعرف المستقبل شو لح يحمل كتوضيحات لكن من حيث المبدأ الثقب الأسود هو وقت بيكون في عندي نجم كتير كبير أكبر من الشمس تبعنا انفجر بسوبر نوفا المادة اللي رجعت هتنفجر كسوبر نوفا الضغط الكبير بالمنتصف كثافة هايدي المادة لح تشكل نقطة جاذبية كتير هائلة هتجذب أي شيء لأكبر ما ليك لحنا منسميه ثقب أسود لأنه بيجذب كل شيء حتى الفوتون عديم الكتلة ما بيحسن يهرب من هايدي قوة الجاذبية بيجذب لأله من شانيك لحنا منسميه ثقب أسود لكن هو لا هو ثقب ولا هو أسود هو مش ثقب ولا أسود هو كتلة وهيدي الكتلة موجودة موجودة كتير وبكثرة كثيرة في الكون لسه في عندك شيء اسمه المادة المظلمة اللي هي أعقد من الثقب الأسود اللي هي فضل ديفيد عندي هون نحنا بنعرف إجاذبية لما بتكون الكتلة كبيرة بتصير تقلع الفضاء ذات نفسه يعني الفضاء يعني إذا بتلاحظ مثلا الشمس بتقعر الفضاء ذات نفسه بتقعر الفضاء ذات نفسه أنا بدي أستعمل كلمات كتير بسيطة حتى أعبر عن فكرتي يعني الكتلة الكبيرة اللي تصل لمرحلة السقب الأسود هل تسقب الفضاء ذات نفسه وتخرج من الفضاء يعني بهال معاناها أيضا هل هي ستفق بالفضاء الفضاء نفسه صديقي أو الزمكان نفسه هو لا شيء يعني هو ما له مثل هايدي المحرمة مثلا إذا أنا مسكت هايدي المحرمة وحطيت بيقال له هيدا وهي تقعر بالظبط هيدا الشيء بدي أربع أيدين لحتى أعمل المثال هيدا هو الشيء اللي عم يصير أثناء الزمكان هيدا التقعر اللي عم يصير بالمنتصف هيدا اللي عم يصير وكرماليك لحنا عم ندور حواليه حوالين الشمث مثلا أو مجرة وعن تعمل جاذبية هيدا هي الجاذبية بالظبط ويصير حالة هيدا التقعر نتيجة هذا الوزن فأيا كتلة انت لحتكتة هون لحتصير الدور حواليه بشكل دائر بإمكانك مثلا الأصدقاء فيهم يجربوها تجيب شرشة في التخت اللي عندك تشدوه من أربع الجنمانب حط كتلة تقيلة بالنص تجيب جرية الغاز أو أي شيء يحطها بالنص حيتقعر مساك طابة وشلفها بقلب هيدا الشرشة هتشوف كيف الطابة هتمشي هيك لحتى توصل للقعر بنتيجة لكن لو انت حسنا تشلفها بسرعة أعلى تفوق على هيدا الجاذبية فهي حضر عم تمشي بين المدار طبعا مثلما الأرض عم تدور حوالين الشمس لكن المادة المظلمة مثلا كتا عم قللك عليه المادة المظلمة لسه هي أكبر من الثقب الأسود هي شيء يعني مثل ما بعبر عنه بعض علماء الفيزياء انه هي هي تعبير عن جهلنا تماما انه هي شيء لاحنا ما بنعرف شو هو هي شيء موجود هي قوة جاذبية موجودة داخل جميع المجرات داخل جميع العقودات المجرية عم نحس فيها بالحسابات الرياضية مطلوبة وجودا لحتى تحفظ على المجموعة المجرية في العقود المجرية من الانفيلات بسرعة دورانة مطلوبة رياضيا حسبانين حاسبينها مطلوبة لكل حسابات اللي بيعرفوا وجودها بيعرفوا تأثيرها لكن ما بيعرفوا كونها ما عم نشوفها مش هنيك سموها مادة مظلمة لكن بعض الفرضيات تقترح انه ممكن تكون هي عبارة عن اكوان اخرى اللي احنا عم نحس بتأثير جاذبيتها علينا بطريقة معينة لكن منا عم نشوفها ممكن هيدا الشيء ما بعرف يعني لا انا بعرف ولا بتوقع في عالم اللي اليوم من علماء الفيزياء حسن يوصل لنتيجة هيدا الامور كله هاته من جديد عم نعرفها من جديد عم يكتشفوها العلماء سوء بده وقت لحتى نحسن نوصل لهيدي المعلومات بمكان اما بهيدا الكون بمجرة من هالمجرات الكتيرة مجرة تافهة بالمناسبة حتى هي مش مجرة ضخمة ولا مجرة مهمة مجرة تافهة موجودة في عنقود مجري مجموعة شمسية كتير صغيرة من الجيل الثالث تقريبا يعني ناتجة عن ثلاث انفجارات سوبرنوفا على الأغلب بذراع المجرة موجودة حتى مش بمركزة لا تزال بذراع بمكان نائي جدا عم الدور حوالين بعد عشر مجيارات سنة كمان من بعد عشرة وشوي مليار سنة لأنه عمر المجموعة الشمسية أربعة ونص مليار عمري الكون 13.72 مليار وعرفانين الفواصل كلها بالمناسبة لكن ما حدا بيحكيها تسعة وكسور تسعة وكسور تسعة وكسور تسعة وكسور مليار سنة لا حبيب جان هنا برأي الأصدقاء اللي هنن عم يكونوا متابعين نحن وعم يلحقونا من قناة لقناة وعم يتابعونا بكل اللقاءات بسكر مال يعني يسبوا أو يحكوا كلام بلا طعمي أنا برأي يعني يبلشوا هنن يعدوا يخدمون خدمة مثلا يبلشوا يعدونا المليار خلينا نشوف رقم مليار أدي بيوصل أدي بيحسنوا يعدوا على فكرة ممكن يدخلوا كتاب جينس إذا حسنوا يصلوا لهيدا الرقم على كلن على كلن هنه اجهوني بصراحة نحن عم نحكي بالشرق و هنه عم بحكم مو بالغرب هنه بنلاقي اتجاه أصلا عم بحكم على كلن بنجي بالنهاية بالنهاية بفضل لا لا حتى لا تجيهم بالنهاية بعد ما أنا اطلع شي اللي منهم يعني يلا جيرمي هاربر أخذ دخل كتاب جينس لأنه عدل المليون الشباب كله ياتهم بإمكانهم يبلشوا مع بعضهم يعدوا للمليار ويعني يحطوا جهدهم بالموضوع بيدخلوا كتاب جينس أحسن من الشغل اللي أنا وياك عم نشتغله إذا واحد نزل بكتاب جينس بصراحة يعني يعملوا شيء مفيد بالحياة لنفسهم بالدرجة الأولى وللبشرية بيدخلوا التاريخ أنا واثر يعني هيدي فرصة متاحة لكل الناس ما في داعي يعني حتى يقروا كتاب كرمال يصلوا له بس يحطوا الأرقام ويعدوا الشمس تبعنا الشمس تبعنا صارت دايرة عشرين مرة بالمناسبة حوالين حوالين المجرة عشرين مرة صارت دايرة بعمره الأربعة ونص مليار سنة وبالمناسبة الشمس تبعنا بمنتصف عمرا حالياً يعني عمرا الافتراضي لحتى ينضم مخزونة من الهيدروجيم واندماجه بالكامل لهيليوم بده لسه أربعة ونص مليار سنة تقريباً لكن نجمنا ما عاد تنفجر لسوبرنوفا مرة تاني لأنه هي أصغر ككتلة من إنه تنفجر لسوبرنوفا نجمنا وقت حيخلص مخزونة من الهيدروجين لحتى تضخم ليصير اسمها ريد جايانت ريد جايانت اي عم حاول عملاق أحمر مثلاً وبعد يرجع الكمش لحتى يصير شو بقولونه وايت وولف أظن خزم أبيض وبالمناسبة وقت حتتضخم لتصير العملاق الأحمر هيدا على الأغلب هي لحتاكل الكواكب كل اللي بمدارة القريبة عليها بما فيهم الأرض حنتاكل كلياتنا لحتى تتخيل وقت دي لحتتضخم هيد الشمس وبعدين لحتبلش تبرد وخلاص تنطفي وباي باي يعني طبعاً لحيكون معاد في كرة أرضية أساساً ولا كان في أولعد في بشر حنرجع نتحد مع الشمس بقايا تبعنا بطريقة أو بأخرى منها خرجنا وإليها سنعود يعني ما في حد ما حنحسن نهرب من أي عجز علمي تدير بالك أنا وإياك كنا من يومين بعيدة الموضوع لحنا ولكون جزء واحد يعني ما ما حتحسن تهرب منه ولا بأي طريقة بس إحنا عم نتشكل من حال لآخر يعني إذا بدأ تيجي مجموعة إذا هيجي كائنات عاقلة أخرى تراقب تشوف مجموعتنا الشمسية بعد ما تموت ما لح يعرفوا عننا شيء ما لح يعرفوا قصتنا لحيشوفونا حتى لحنا كجزء من الشمس هيحكوا عنك جزء من الشمس عني وعنك كشخصيات حننحل بالكامل لحنا وكورتنا الأرضية كلها ياته مع الشمس فلسه فيه يعني إلا الشمس بعيد ميلاده العشرين لسه تصادية ولسه حتظل عايشة عشرين سنة شمسية يعني دورانا حول المجرة قبل ما تتوفى بعمر الأربعين بعد عمرين طويل بعد ما على فكرة حتى الأرض نفسه تتشكلت بعد آخر انفجار صار وتبلشت تتشكل المجموعة الشمسية نحن حيصرنا ساعة تقريباً عم نحكي فالموضوع يطول جداً فأنا حاول شوي يعني أخذ خطوة اللي بعدها فبعد ما بلشت تعمل حالة جاذبية مثل ما عم بحكي جاذبية شغالة على هيدا الانفجار اللي صار بلش يتجمع عندي كتل وهيدي الكتلة أي جسم بس تتكبر كتلته فلا حتزيد جاذبيته كقانون فيزيائي واضح فهيدي الكتلة عم تشتغل لكن لا تتخيلوا انه الكواكب تشكلت فوراً بهذا الشكل لا اللي صار بلشت تتشكل هيدي الجزيئات الذرات تتجمع على بعضها بأحجام صغيرة يعني بداية بحجم هيدي الأداحة اللي فيها مليارات الذرات لا صارت بحجم صخرة وانت ماشي وعم تضرب ببعضها كلها ياتا شغال يضرب ببعضها بفوضى عارمة تماماً استمرت لملايين مئات ملايين السنين فوضى عارمة تماماً في السديم هيدا كله اللي عم يتشكل منه بالنتيجة اللي احنا شايفينه اليوم مجموعة شمسية هلا نتيجة هيدي الفوضى كان عم يصير هيدي الجزيئات واتا عم تضرب ببعضها اذا ضربت بسرعة كتير قوية ببعضها هتفرط بعضها وترجع تتناثر اذا كان فيه جسيم كبير وضرب فيه جسيم اصغر وهنا لسه كلهم بهذه الحرارة الناتجة كله عم يغلي كله دايب يعني كله انصهار كامل عم نحكي هون ذرات عم تندمج ببعضها يا جماعة لا تفهموا مو غبرة ذرات عم تندمج ببعضها فكله منصهر بحيذي الحرارات العالية بهيدا اللي عم نصير اذا كان فيه عندي جزء كبير بيضرب فيه جزء تاني مثل هاي دي الكاسة وضربت فيه الأداحة اتنين مصاهرين الأداحة اصغر من الكاسة ما حسني تتفجرها وتدمرها تلزق فيه بتصير كتلة واحدة بيرجع بيضرب فيهن هيدا الالم وبيلزق معهن فبيبلش بتشكل عندي كتل اكبر واكبر واكبر مع الوقت هلأ بيرجع بيصير كتلة كبيرة بتضرب فيه كتلة اكبر منه بتفرطها احيانا وهكذا لعبة البليارد وهي ضلت شغالة عم يضربوا ببعض لمئات ملايين السنين حتى بالنتيجة تشكل عندي هدول الكواكب اللي انت شايفهم بشكلهم البدائي حتى بقت تشكل الكواكب هيدي بشكلها البدائي وهي وعم تدور حوالين الشمس لسه فيه اجزام تانية موجودة كمان عم تضرب فيه كل الوقت وفيه جسيمات تشكلت واخدت مدارات غريبة كتير فيه من الهلق موجود مثل مذنب هابل اللي عم يدور حوالين الارض مع الاسكورت مرة كلمتين وسبعين سنة تقريبا او هيكش دورته الكاملة حول الشمس ليمرق مرة قريبة من الارض ونشوفه ويرجع يبعد بيدورة كتير طويلة فيه مذنبات كتير عجيبة فيه مننا عم تدور لابعد من المجموعة الشمسية وتريد ترجع تجي حتى هالنيازك ديفيد النيازك اللي بنشوفها نجومة السيارة مجموع بقول النيازك تضرب الأرض لأحجار هاي كلها من هداك الزمن موجودة وعم تفتل وهذا كتا وقتا يعني ضربة الأرض مثلا بالمئة مئة فوضى عارمة ولا اليوم هيدي الفوضى موجودة هلا اليوم بعد أربعة ونص مليار سنة فبديهيا معظم الأجسام أو الجسيمات الموجودة على الطريق انضربت ومشي حالة ضل في عندك اللي اخدي مدارات عجيبة هايدي اللي عم نضرب فيها ومع ذلك لسه في عندك اللي عم يجيك من الانفجارات السوبر نوفا البعيدة عنها لأنه اي انفجار عم يصير عم تطرش لمسافات كتير بعيدة وبيجيك جاذبية المجموعات الشمسية الأقرب تجذبها لا عندها فلحنا بكل لحظة ما عاد أذكر الرقم لكن بكل ثانية الأرض تنطر ب بعدد مهول بأطنان من النيازك اللي هي عمليا كتير صغيرة بتحترق بالغلاف الجوي الأعلى وما منحس فيها ولا منشوفها أساسا الكبيرة منها اللي احنا عم نشوفها بس وهي عم تحترق بالغلاف الجوي لكن الصغيرة الغبار الكوني بيسموه هيدا معم نشوفه مو بالضرورة عم يجينا بس من المجموعات الشمسية بيجيك من المجموعات الأخرى التانية الأبعاد فهيدي حالة الفوضى موجودة دائما مرة من هيدا المرات أحد هيدا الضربات الكبيرة ضربة الأرض ضربة كتير قوية خلت الأرض وضربتها بقسمها الشمالي من نص الشمالي من الأرض على أد مؤوية هيدا الضربة خلت الكرة الأرضية تميل فمال عنا محور دوران الأرض willkommen الكرة الأرضية لمتت كثير من هيدا الحوطان هذا صار إسمه الأمر كان كوكب شبيه تقريباً لحجم المريخ لحجم التقريباً بالأرض كوة استضام كان كتير هائل لكن لأنه إيجا للأرض بمرحلة عمرية متأخرة شوي كانت يعني أخذ الشكل تبعها الأساسي الفورم تبعها وبوزنها وإيجاها ما إيجاها لو ضاربها عند خط الاستواء كان فجرها بالكامل كان روحها بالكامل لكن إيجتها الضربة من فوق فضاربها خلاها تميل خلاها تميل متخيل حتى كرة أرضية ومالة الكرة الأرضية فكان في نوع من الحظ مثل ما أقول لكم الموضوع لأنه لو كان ضاربها بخط الاستواء جاية عامودي تماماً على محور دورانا كان فجرها بسرعة الكاملة اللي جاي فيها لكن لأنه إيجاها بشكل جانب فضاربها طلعت منه شضية وضلت وهيدي النتيجة تشكلت الأمر ولحسن الحظ يعني ما بعرف كيف يعني هو حظ ولا غير حظ أنه من هالميالان هذا تشكلت المواسم الأربعة اللي بنعرفها نحن الربيع والخريف والشتة والصيف والقمر اللي بقي يدور اللي عمل الجزر والمد للبحر وموازن حتى المناخ تبع الأرض بالضغط بالضغط الآن الحظ جان الآن كل شيء حظ الصدفة هي حظ بالنتيجة فبشقيها الإيجابي أو السلبي لكن وقت أنت عم تحكي على مقاييس كونية وقت أنت عم تحكي على الكون المنظور اللي حسنا نشوفه بقلبه 100 مليار مجرة تذكروا قبل شوي حكينا رقم مليار شو يعني 100 مليار مجرة بكل مجرة وساطيا في 100 مليار مجرة دربة تباني كمثال فيها 400 مليار نجم الشمس تبعنا واحد منهم واحد من أصل 400 مليار فكلمة صدفة إيه صدفة حظ حظ إنه بس ولا الشي يعني حظ شو يعني بتصير هيجي الصدف بتصير ليش حتى ما تصير أنت عم تحكي بأرقام مخيفة بيصير فيها كل شي يعني بهيدي الأرقام بيصير كل شيء كل شيء ممكن يصير بهيك أرقام يعني وتعام توصل لهيدي المرحلة من الأرقام فيك تحط أي احتمال بدك ياه وانت بالساف سايد لأنه ممكن يصير هيدا الأهتمال هيدا اللي صار بالكرة الأرضية هيدا اللي صار بالكرة الأرضية بنص الله في الجميلة اللي صارت بالكرة الأرضية كيف وجودة هيدا البعد المناسب عن الشمس توقم الكرة الأرضية كوكب الزهرة أبداً ما له مناسب للحياة لأنه هو أقرب للشمس وبكثافة غلاف جوي كثيف جداً حرارته مع الأسكر 450 درجة مئوية حرارة سطحه كوكب الزهرة تقريباً أمطار من الأسيد ثاني أكسيد الكبريت أسيد يعني أمطار من الأسيد دائماً غلاف كربوني دائماً الكرة الأرضية كان غلافة كربوني بالمناسبة لكن ظهور البكتيريا اللاهوائية بيسموها غهور بدايات البكتيريا اللاهوائية في المحيطات هي بلشت الضخ الأكسيجين للغلاف الجوي هيدا الأكسيجين يلي بلش يتحد منه ذرتين مع بعض مشكلين الأو 2 الأكسيجين اللي احنا عم نتنفسه بطبقات الجو الأعلى بسبب الأشعة اللي جاية من الشمس حتى الفوق البنفسجية المدمرة الأشعة فوق البنفسجية هيدي كانت تندمش كل ثلاث ذرات أكسيجين مع بعضهم مشكلين أو ثلاثة اللي هو الأوزون هيدا الأوزون عم يعمل مثل مراي عم يرجع الأشعة فوق البنفسجية اللي جاية عالشمس وهيدي البكتيريا اللاهوائية اللي بلشت تطور شوي 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 بأنت بلشت عفكرة بعد مليار ونص سنة من تشكل الكرة الأرضية بالمناسبة بعد مليار ونص سنة يعني كل شيء موجود بأي طبقات أرضية عمرها ثلاثة مليار سنة هي بقايا بكتيريا فقط تمام؟ سو البكتيريا اللي بلشت وجودها بدايات البكتيريا الخليية الأولى لبعد مليار ونص سنة تذكروا رقم مليار أدي أدو سو أخذت ثلاثة مليار سنة من هديك البكتيريا ثلاثة مليار سنة لوصل لشيء اسمه الهومو سيبيان سيبيان يلي هو لحنا يلي هو فكر إنه كل هايدي القصة كل هيدا الكون نعمل كرماله وهو ما له موجود على الكرة الأرضية بأكثر من 200 ألف سنة على أبعد تقدير إذا بنناعتبر السلف القديم للإنسان حتى من البشر الحاليين لكن بدايات تفكرنا بالآلهة بشكل معروف يعني هي لا يرجع لبدايات المدن تقريبا لأبل عشرة آلاف سنة من هلأ سو الإنسان فكر قبل عشرة آلاف سنة من هلأ يعني حتى بالمناسبة موضوع تفكرنا ببدايات الكون يعني كل الدلائل الأركيولوجية بتقول إنه تفكرنا ببدايات الكون هيدا سؤال من أين أتينا اللي انت بلشت فيه الحلقة ما كان الإنسان القديم بفكر فيه ما كان عنده الإنسان القديم موعي بذاته موضوع الوعي الذاتي هيدا نقطة جوهرية لحتى واحد يبلش يفكر إنه أنا موجود كشخص وبالتالي بلش اسأل الحيوانات ما عنده هيدا الوعي الذاتي نعمل التجارب مثلا على الحيوانات بإنه يحطوهم بغرفة بصناديق فيها مرايا أو غرف صغيرة فيها مرايا وتركوهم لوقت طويل بهيدي المرايا بعدين نوموهم دهنولهم وشهم بعد وقت طويل أشهر نوموهم دهنولهم وشهم ليشوفوا حيستوعبوا إنه وشهم اندهم لقوا إنه فعلا كل الحيوانات باستثناء الشامبانزي الأورانج أوتانج عطى كمان نفس الحالة الشامبانزي والأورانج أوتانج والبشر طبعا هنا الوحيدين اللي حسنوا يوعوا بإنه هيدا اللي على المرايا هو أنا كل الناس اللي ربينا قطاط أو كلاب جربنا نحط مرايا قدام القط ونشوف القطيف عم يتعامل مع هيدا المرايا كل الناس اللي ربيت حيوانات أليفة جربت هيدا الموضوع ويعني صور ما نتسلم تخيل حتى الغوريلا ما عنده هيدا النوع من الوعي حتى الغوريلا ما عنده هيدا النوع من الوعي لنفسه مع إنه هي من القردة غير المذيلة العليا لكن على فكرة ربطوا العلماء العصاب ربطوا هيدا الموضوع بالانقسامات ما بين الشقين الدماغ كل واحد فيهم عم يشتغل شيوع مغبوطين ببعض قصة طويلة ما لنا فيها ما بنا نفوت بعلم العصاب هلأ نطول الحلقة أكتر بكتير لكن الفكرة اللي بدي يقولها إنه حتى الإنسان القديم كل الأدلة الإركيولوجية عم تقول إنه تفكره أو بدايات الدين اللي كانت عنده أو الطقوس السحرية الشامانية اللي كانوا يعملوها كبدايات هي كانت لخدمته بهذه الحياة مش أبدا لموضوع ألوهي والكون ووجود الكون وهو محور الحياة لا 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 كلهم كانوا متحدين مع الحياة كجزء من الحياة الفكر المتافيزيقي ما كان موجود ما كانوا مفكرين بأبعد من وجودهم بالحياة كحياة بحد ذاته خدمتهم بموضوع الصيد النهر ما يفيض عليهم ما تجي صاعقة موته إلخ إلخ من هذه الأمور ما يصير عنده مرض وكل الطقوس السحرية والشامانية القديمة كانت هيك الإنسان لوقت بلش يصير عنده مدينة وبلش يصير عنده وقت فراغ بالدرجة الأولى حتى يعود يتفكر أكتر بعد الصيد بعد أنه خلص مع انتهيت حقبة الصيد صارنا بوقت زراعة وتجارة فوقت الفراغ صار أكتر بكتير يعني بالصيد كان لازم كل يوم تطلع تصيد وتاكل ما في حتى براد لتخبي أكلك لبكرة أو لبعد بكرة كان مضطر بآلة عمل داؤوب دوما 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 من وقت بأولاد لوقتي يموتوا وبس عم يحاول يكافح ليضل عايش مثل مثل أي حيوان بالغابة لكن وجود وقت الفراغ بعدين مع الزراعة ومع تشكل المدن والسيطرة والهيمنة اللي بده يفرض الملوك على سكان المدن ملشت تطلع فكرة تفكرات هايدي بأصد الكون والوجود والآلهة وإلى آخره وفكروا قبل عشوة آلاف سنة إنه كل هايدي القصة الطويلة اللي حكيناها وجدت كرمال هالعشرين شخص اللي عايشين بسومر أو هذنك الثلاثين اللي عايشين بأورشاليم أو هالكم بدوي اللي عايش ما بعرف بمكة أو هالكم واحد اللي عايشين ببعض المناطق بهون وهنيك طيب دي بدي يعني أنا دائماً ما فكرة بطرحها أنه عصر اللي خلينا الدين أو التبين والغيبيات والأشياء هي واجهت مع الزراعة مع عصر الزراعة هل سينتهوا مع بعض برأيك؟ ملاحظتك طويفة ملاحظتك لطيفة ايه فعلاً ممكن يناحينتهوا مع بعض وإحنا حنوصل لمرحلة كيث السوبرمان اللي حكينا عنه هذي كله ملاحظتك النانو تكنولوجي ممكن ينهيهن سوا يعني كيف؟ النانو تكنولوجي ايه ايه هيدا اللي عم بقصده وقت اللي انت حتوصل للنانو تكنولوجي وحتصير انت تشتصنع كل أمورك لحالك وحتصير حتى تعدل البشر اللي عم يتصنم هي كلها حتصير مع بعض انا بتخيل القصة يعني فلاحظت تكون هي حق بيصدقني كتير تافها موضوع هي فكرة ساذجة يعني وقت حدا بده يتخيل يعني وقت حدا بده يتخيل انه فعلاً هيدا هيدا القصة كله ياتا وجدت كرمال كرمالي وكرمالك كرمال حدا يهتم بي انه شو هيصير معي بكرة مين انا مين انت انه شو القصة هي فعلاً فكرة كتير تافها مثل اذا عم تتخيل انه البكتيريا اللي بيأمعائي هلا متخيلة انه الكرة الارضية كلها موجودة لتخدمها وفي عنده النبي ومبشرين ومشايخ ورجالات دين وانهم بس بكتيريا بيأمعائي عم يحللوا الاكل وماشيين ما قلون اي وزن على الاطلاق يعني ولا حدا حاسس فيهم حرفياً لحنا هيك يعني مو بس اذا لحنا منروح ولا اذا الكرة الارضية لك اذا مجرتنا كلها بتروح ما حتى بيحس تصدقني اذا بيكون يعني اذا بيكون في تعرف شغلة يعني الديناسورات انقرضت قبل 67 مليون سنة تقريباً من هلأ بنيزك ضرب الكرة الارضية و 62 مليون سنة 63 تقريباً 63 مليون سنة عظيم هذا 2 بالمئة من عمر الكرة الارضية انت عم تحكي على 2 بالمئة من عمر الكرة الارضية بس انت عم تحكي بي 65 مليون سنة بس اننا 2 بالمئة من حياة الكرة الارضية كلها والديناسورات سيطرت لمليونين سنة ممزحة مليونين سنة هذا رقم يعني يا جماعة انت بس ركتوا معي شوي انا وقت عم بحكي 3 مليار سنة كان بكتيريا وهلا عم بحكي 2 مليون سنة سيطرت الديناسورات 3 مليار هم مقارنة بـ 2 مليون لا لا اول رقم اكبر بكتير مو 2 مليون انت شوية اظن عم تخربط بين الـ 200 مليون والـ 2 مليون الديناسورات سيطرت تقريبا 180 مليون سنة تقريبا 180 مليون سنة يعني اذا فيه حدا مؤرخ بدي يؤرخ تاريخ الكرة الارضية صدقني يعني يمكن ما بيذكر البشر بالمرة فيها كل هياتنا البشر يعني حسبوه العلماء على مثلا نقول عمر الكرة الارضية على 24 ساعة نحنا جينا في الثانية الاخيرة اظن او في الثلاث ثواني الاخيرة يعني صور 24 ساعة نحنا الثانية او الثانية طفيا لا شيء يعني انا بيرأي انا بيرأي قصة الكون وقت اللي هلأ بلشنا ولسه لاتنا ببدايات معرفتنا فيها بالمناسبة يعني لسه ما بنعرف القصة من خمسين سنة ولا شيء يعني قصة الكون صدقني هي اجمل بكتير واكثر شاعرية واكثر رهبة من اي قصة حسن اي دماغ بشري اختراعها بأي اسطورة على الاطلاق ولا اسطورة انا بيرأي من الاساطير اللي الناس امنت فيها او لا تزال تؤمن فيها تقارن برهبة القصة الحقيقية اللي احنا وجدنا فيها كتير ناس مروحين على حالهم يعني هيدا الشعور بهيدي الرهبة بمعرفة قصة الكون الحقيقية ببعض الاساطير اللي كتير باي خب طيب عندي هوني باستاخد وجهة نظرك اخوي ديفيد يعني اليوم العناصر الكونية كلها وحدة يعني اليوم العناصر موجودة بكرة العرضية والشمس وبالمجموعة الشمسية روح على ابعض مجرة عنا نفس العناصر بتلاقيها الحديد والمحاس والدهب والكوكو والاكسيجين والهدرجين يعني كل الاشياء هاي اللي بنشوفها موجودة في كل المجرات موجودة في ابعض مجرة حتى عنا التركيبة وحدة طيب اذا قالنا اليوم هالاعداد الكبيرة اللي بصراحة متل ما قلت يعني هو المشكلة ما عم نقدر نتخيل الاعداد الكبيرة هاي كبيرة جدا على عقولنا نتحملها يعني بيرايا بمجرة ما حتى بمجرتنا هل من المستحيل او هل من الغير يعني مطروح انه تكون في شيء اسمه حياة شبيهة بيولوجية متل حياتنا انا بيرأي كتير من الجنون انه اللي احنا نفكر هيك كتير من هو استمرار لحالة الجنون العظمية اللي موجودة عنا وقت اللي احنا بدنا نتخيل هيك لا يوجد اي مبرر لافتراض انه لا توجد حياة اخرى في الكون غيرنا لا يوجد اي مبرر على الاطلاق لافتراض هيدا الشيء هلأ انك تلاقيها الشيء وانها تكون موجودة شيء تاني احنا عم نحكي بهذه الاحجام الكبيرة وهذه الازمين البعيدة وهذه نحنا محكمين بالنتيجة بقوانين الفيزياء يعني وقت انت قانون اينشتاين واضح لا يمكن لشيء لا يمكن حتى المعلومة انه تمشي بأسرار من سرعة الضوء الفوتون ما بيمشي عاديم الكتلة لا يمشي بأسرار من سرعة الضوء هلأ تمدد الزمكان اي ممكن لانه الزمكان ولا شيء يعني هو مالو مادة وقت انت عم تشوف مجرة بعيدة عنك او مجموعة شمسية بعيدة عنك او كوكب بعيدة عنك مليار سنة ضوءية فانت عم تشوفه قبل مليار سنة من هلأ هلأ شو صاير فيه ما بعرف يمكن يكون انفنى ما بعرف ما بعرف ما فيني اعرف بعيد ما ما فيني اعرف هلأ شو عم يصنع الظريف بالأمر اليوم كله اتنا منشوف الشمس هيك منطل عليها بس القليل بيعرف انه هلأ اذا انفجرت الشمس ذات نفسه نحن ما رح نعرف انه انفجرت الشمس مع انه هي قدام عيننا الا بعد ثمان دقائق يعني حتى من انفجاره يعني انطفى الشمس هلأ اذا بتختفي الشمس اذا بيجي هيك اوه بيمسك الشمس ويكبه من هون ومعد فيه شمس ابدا حوالينا لا اوكي اذا شي كتير فرضي لانه مستحيل يصير ايك شي يعني اصلا الكرة الارضية ما لعت احسن احنا عم ندور حول الشمس وكذا لكن فرضيا لو اختفى بوق الشمس بالكامل ما حينعرف لبعد ثمان دقائق الشمس وقت عم تغرب عندك هلأ هي عمليا انت شايفة هلأ عم تغرب هي غرب قبل ثمان دقائق الفوتون اللي عم يطلع من الشمس هلأ هلأ الضو اللي انت بهاللحظه عم تشوفه هو يصل له ثمان دقائق طالع من الشمس ومو هلأ عم تشوفه وعلى فكرة كل شي هيك جون يعني يعني هلأ ودك تشتغل انت بالواقع ودنا نكون احنا واقعيين اذا انا وياك قاعدين بغرفة واحدة مع بعض عم نحكي انا وياك ما عم نشوف بعض بنفس اللحظة يستحيل ما فينا نكسر سرار بطول ولا حتسمعني بنفس اللحظة بزمن زيرو هيدا زمن زيرو ما فيه ما في زمن زيرو فيه زمن بدي اخده الصوت والرؤية الفوتون الضوئيلة حتى الضوء المنعكس عن جسمي اللي انت عم تشوفه بده زمن ليقطع المسافه من عندي لعندك موضوع المسافات كتير كبيره يا جنال وموضوع التكنولوجي مطلوب لهيدا الموضوع يعني كمان احنا كتير جداد على التكنولوجي يا رجل يعني مما صلى التكنولوجي قدي صلى 100 سنة مبلشين ببدايات التكنولوجي يعني خلينا نقول 300 سنة من اول ما يعني كان تكنولوجيا حديثة مثلا التكنولوجيا الالة اللي خلينا عم نقول خلي 300 سنة من ايام البخار والالة الكاتبة والاشياء ايه عم يعني بس من 300 سنة ما كان بامكانك تعمل اكتر من تيليسكوب ارضي يعني يعني كان هذا اعظم شي فيك تساويه احنا اليوم عم نحكي باشياء مثلا عم نحكي لحنا بانه انت كيف تكشف المسافات البعيدة اللي ما فيك تشوفها عن طريق التيليسكوب انت عم تشوفها عن طريق الاشاعة الكهروميغناطيسية حتى موضوع المسافات يعني هلأ هيدي مشكلة يعني هلأ انت مثلا مركبة فوجير واحد اللي انبعتت بالسبعينات لو طلعت ما بعرف السنة الماضية ولا اللي قبلها لو طلعت من المجموعة الشمسية تمام لو قطعت اخر المجموعة الشمسية وطلعت منها طيب هلأ اذا اليوم انا بحسن صنع مركبة فضائية بتطور التكنولوجي اللي وصلت لنه من السبعينات لهلأ اسرع من فوجير واحد بعشر اضعار الى حتوصل لعنده وتسبعه اكتر بكتير وبالتالي كان اطلق فوجير واحد ما له طعمه اساسا وكل التكاليف اللي اتحملت عليها هايدي مشكلة هنه هنا اعتمدوا على سرعة الفويجا واحد اعتمدوا على دوران الكواكب انه في كل مئة وسبعين الف سنة او مئة وسبعين سنة اظن بتجي حادسة معين ان الكواكب بصير في نمط معين فاستعملوا جاذبية الكواكب حتى تقذف بفويجا واحد للكوكب الاخر فهنه ما اعتمدوا فقط على سرعة الجهاز ذات نفسه يعني على سرعة الكواكب اعتمدوا على قذف على جاذبية الكواكب حتى نقول قذف الكوكب لهالاله هاي اللي بسموها قويجة واحد لا طبعا انت حتى اعتمد عليهم دول اكيد دول بيعطوك دفعة مجانية هي تماما مثل حركة بس انت بدك توصل عند الكوكب سريع اول شيء اللي بيصير كالتالي المركبة المركبة ماشية بسرعتها بسرعة رهيبة قد ما فيك تسرعها في وجه الواحد ومع ذلك كل الخدمة اللي قدت لنا اياها وكل الصور العظيمة اللي بعتتها والدات الرهيبة اللي بعتتها اللي بيصير كالتالي المركبة طالع ماشية تمام؟ هلأ بوقته هنه انه هي تجي قريبة من كوكب ياخد الكوكب بمجال الجاذبية تبعه بيوفره عنا الطاقة تبعها شوي بيجذبها الكوكب لانه لازم تكون هي سريعة اللي بيصير معها حرفيا مثل اذا بنتك او ابنك راكد 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 لعندك وانت مديت ايدك ومسكته هو راكد شو اللي حيصير؟ حيلف وراك ويرجع يكمل الركدة تبعه تمام؟ اذا كان مسرع اللي حتصير هيك وكل ما كان مسرع كل ما حتلفه اسرع وتخليه مقزوف اسرع لكن اذا كان ماشي ماشي عادي او بطيء فانت فيك تمسكه وتشده لعندك حرفيا هيدا اللي عم يعملوه بموضوع الاستفادة من جاذبية الكواكب فبيجي فبتجي الفوجير واحد اللي هي هي اللي هي الأداحة حول هيدي العلبة بتقربة عليها بتجذبها العلبة وبترجع بتقدفها لبعيد بس انا بديها هي تكون سريعة اصلا مسافات ما بين الكواكب كتير بعيدة وهلا هي طلعت من المجموعة الشمسية ورايحة لتشوف طريقة بهالكون فهيدي مشكلة عم يواجهوه العلماء يعني موضوع اللي انه انت اولا بدك تكسر على كلا جيتنا بعض الاسئلة وانا مراح اخد اي شيء بلا اصدقائي لانه اليوصل ما له علاقة باللياقة يعني مال علاقة بلا بموضوع الحلقة وانا استحي بصراحة انه اطرح الوصني من افكار يا السلام يعني شيء ارفع راسك احنا صنع ساعة وتلت هلا عم نحكي بموضوع الكون وعلم الفيزياء واشياء هيك وعندين تجي اطروحات مضحكة للأسف الشديدة على كلين كنت بدي اقول برأيك ديفيد يعني انت رأيك او تصورك او شيء منها القبيل هاي بقوما وورم هولز يعني انه ممكن تاخذ المسافات يعني كيف تسميها يعني تقطع المسافات بلا وقت هل من الممكن يعني؟ نظريا ممكنة نظريا ممكنة الوورم مولز نظريا ممكن حتى الانحناء الزمكان مثل ما عبر عنه اينشتاين بنظريته العظيمة اللي هي مثلا اذا انا عندي اذا انا عندي هايدي الورقة فا اينشتاين قالك اذا انا بدي روح من هايدي النقطة اللي هون للنقطة اللي هون اقصر طريق بحسب الهندسة الاقليدية هو الخط المستقيم اذا ما روح لعنده بعمل انحناء لزا مكان يجي لعندي نظريا موجود لكن تطبيقه على الواقع يعني الهلا ما في اي آلية لتطبيقه على ارض الواقع نتمنى يصير يصير في آلية لتطبيق المسألة انا بصراحة كنت لما كنت طفل كنت افكر انه كيف ممكن اصير زنقيل اقول لحالي انه هلا اذا مثلا توقف الزمن وانا الوحيد تميت شغال الناس اتجمدت كيف نشوفه مثلا بالافلام بيتجمدوا وانا الوحيد شغال فراح اروح مثلا افتح الخزنات هاي كلها حط الفلوس والناس مالا خبر واقفي هيك ويعني اتملي سنة كاملة ااخد اجمع كل فلوس العالم احطه عندي بمكان ما وبعدين اشغل الفيلم انه يشتروني فبهالحالة هاي انا وين صرت هل صرت بالمستقبل ام صرت بالماضي عدلي الحالة ها اليوم خلينا نقول الحياة فيلم شغال انا جي سويت بيوز وقفت الفيلم هاد ولكن الشغال الوحيد زمني انا تم شغال ايه هيدا الفيلم اه انت وعاك فيلم اه اه انا وقفت الفيلم هاد بس فيلم انا تم شغال يعني زمني انا زمني انا زمني انا تم شغال فراحت جمعت كل الفلوس اللي بدي اياها وتميت سنة على الحالة اروح واجي من مدينة لمدينة جمعت كل شيء وحطيتهم بكهف ما من الكهوف بتاعتنا وخبيت فلوسي وخليت الناس بعدين مسكت زر وشغلتهم تموا يشتغلوا انا فيها الحالة قدمت سنة كاملة من زمنا فصرت بالمستقبل انا في هالحالة صحيح، صرت بالمستقبل انت في الحالة بصرت بالمستقبلك انت بالضبط بالضبط كيف؟ انت صرت بالمستقبل النسبي تبعت لا الو بالضبط يعني فهنا صاروا في الماضي بتاعي صارت هنم بالماضي النسبي تبعك تماما هنم بالماضي بس أحبت عبر الزبن بهالحالة هاي يعني يعني القصد إنه إذا أنا أسرعت بسرعة معينة أكثر من سرعة الحياة العادية فبدأت كون بالمستقبل الجباري هل هناك فرصة إنه أرجع للماضي يعني أنا فكرت فيها في كل الأحوال أنا إذا هلا مسألا سرعت حالي وقفت في الفيلم تبعهم وسرعت حالي فبدأكون بالمستقبل هنم بح يكون بالماضي تبعي طب بالحالة العكسية الحالة العكسية إنه هن سرعوا أنا وقفت الزمن بتاعي المشكلة هون صارت أنا صرت في الماضي بتاعهم بس هل هناك مجال إنه تسافر للماضي أنا ما عم بشوف السفر للماضي يعني المستحيل السفر عبر الزمن للماضي لا هل هنا هل هنا لليوم أنت فيك تسافر للمستقبل بس ما فيك تسافر للماضي بحسب قوانين الفيزياء اللي أنا شايفها هل هنا نظريا إذا أنت صرت فوتون ومشيت بسرعة الضوء أو أنت كجان هل هنا أو قاعد على الكرسي تبعك ركبت له توربين فظيع وإحسنت تمشي بسرعة الضوء من دون ما يعني تصطدم بأي شيء ويقتلك على الطريق إحسنت تمشي بسرعة الضوء نظريا إذا أنت صرت بسرعة الضوء فأنت صرت ضوء أنا حشوفك كضو اللي بصينه تطلع عليك أنت ضوء عم تشوفك عم تشع نور وأصبح الزمن زيرو بالنسبة لإلك بالنسبة لإلك حتشوف الماضي والحاضر والمستقبل مع بعض هيدا الكلام نظريا نظريا إنت فيك تختار ممكن أنت توحى الماضي إذا بدك تنزل فيه إنت شايفه لأنه قريب ففيك أنت توحى عليك وتبطئ حالك هنا لكن اللي بده يصير عمليا وأنت طوال ما عم تسرع حالك لسرعة الضوء حيتباطئ الزمن تبعك قبل ما تصل لنقطة الزمن زيرو فأنت أني ويعم تمشي كتير بالمستقبل بتسارعك لسرعة الضوء كلما زادت السرعة كلما بطئ الزمن قاعدة واضحة كلما زادت سرعتك كلما بطئ عليك الزمن مثل ما بيقول ستيفن هوكينغ بأنه يعني هو بصراحة قال جملة بداية يعني بيقول رجل الشارع لكن هي كتير منطقية قال لك يعني إمكانية العودة في الزمن لورا يعني هي مستحيلة وخلاص ما تفكروا فيها لسبب بسيط لأنه لحنا ما شفنا حدا إيجانا من المستقبل لو كانوا أجيال اللاحقة تبعنا اللي حيكون عندهم العلم تطور أكتر من العلم اللي عنا بكتير حيحسنوا يسافوا للماضي فكانوا إيجوا لعنا أورادي كنا شفناهم أورادي وصراحة الفكرة هاي دارت بي مخي كتير ديفيد وكنت أفكر أنه طيب يعني شو عرفنا أنه ما أجوا من المستقبل احتمال كبير هلا مثلا في ناس بيقولوا شفنا عقاريت أو شفنا أشياء من هالقبيل أو لاش شئ من هالقبيل هات احتمال يكون أجوا ولكن لا يتمكنون من أنه يكلمونا طبعا هذا ما فيه عليه أي إثباتات ما فيه عليه أي شيء هو فقط تفكير إنسان لنفس التخيال خلينا نقول التخيال يعني فيك تتخيل اللي بدك يا راي قلتلك قبل شوي فيك تتخيل فيك تتخيل شمس أو نجم أو كوكب شكله هرمي أو شكله مستطيل أو اللي بدك يا راي ما حبابوبك لكن حتى اليو إف أوز مثلا ما فيه أي إفيدنس ما فيه دليل ما فيه دليل لليوم فالعلم شوف يعني إذا إحنا عايشين يوم 7.7 مليار شخص على الكرة الأرضية على سنة 2050 لحيصيروا تقريبا 9 مليار شخص 8.9 تحديدا إذا ما صارت شيء كارثي من هلا للـ 2050 عندك عدد هائل من الأشخاص إذا كل واحد بده يكون عنده فكرة وفرضية وطروحة وتخيل وشغلة يحكي فيها ويقول للعالم أنا شفت UFO أنا شفت جني أنا شفت صحن طائر أنا إجاني واحد من المستقبل كذا ما بتخلص عندك رقم مخيف من الإدعاءات أو الـ يعني ما عليها أي إفدنس العلماء كانوا أخذوا القصة ببساطة مثل ما بيأخذها القاضي بالمحكمة يعني وهذا الطريقة الصحيحة حتى قاضي المحكمة اليوم إذا بدأ يجوا عنده لعالم كل واحد يحكي كلمة يعني ما حدا مين بدي يصدق ببساطة هات الإفدنس طبعا عندك دليل عاطيني دليل وطبعا صورة موبايل ولا صورة فيديو هيدا اليوم ما عاد دليل يعني بتطور اللي عم نعمله على البرامج والفوتوشوب وهي دي الأشياء فما فيك تجي تجايب لي صورة وتقل لي ليكو هذا إنسان من المستقبل مثلا يعني ما موضوع أما مثل ما قال نيل دي جراس تيسون بإحدى مراته قالك هو حامل موبايل آيفون فطالع موبايله من الجيبة بإحدى المحاضرات وأتواحد سأله على الـ UFOs قال له هيدا الموبايل آيفون لو من قبل عشر سنين أنا بحمله وطالعوا قدام العالم لحقف لجن كلياتهم ما كان موجود ما له موجود على الكرة الأرضية كله يا لتا قال له إذا أنت شفت أو اجتمعت مع إنسان جاي من المستقبل مع UFO مع أي حدا شيء غريب مثل هالإدعاءات تبعا قال له ما تعمل أي شيء بس خد أي شغلة لك خد أداحته خد أي شيء جيب لي أي دليل منه لأنه حقطعا أي شغلة لح تجيبه وفعلا إحنا نفحصه الزر الأميس تبعه إذا بتجيب لي إياه وإحنا حنفحصه أنه إذا فعلا ما له موجود ليس من الكرة الأرضية أو ليس موجود في زماننا أو 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 أكيد لحيكون عنده شيء مختلف عن الموجودة عنه جيب لي أي دليل أي شغلة قد ما كانت تافهة خليني يتأكد منه بالفحص المخباري بعدين بعدين في شغل إنه هاي الصحون الطائرة وهالعلاقة لمصبه هاد ليش ما طلع إلا بعد ما بدأت الإعلام يقول إنه أي ممكن يكون في حياة كائنات أخرى حتى تطور العلم الفلك ليش مثلا من زمان ما كان قوله والله شفنا صحن طائر مثلا يعني من ثلاثمائة عبعمين سنة ما كان في هالأشياء هاي المطروحة وحاليا حاليا يعني وخصوصه من الستينات وانتجها بتلاقي أكتر الشيء أكتر الشيء في أمريكا لأنه الثقافة الثقافة العلم الفلك وأشياء دخلت المجتمع الأمريكي فبدأت هالإدعاءات هاي تكتر وتكتر وتكتر وبتلاقي أكتر الشيء نيك يعني أي يعني ما هو هل هي موضوع إعلامي بحث وكتير من العالم يعني باندي فوت بايدا الموضوع لأنه يعني موضوع تافع من حكا فيه كتير وبس فكرة إنه العالم بتحب تحكي جان العالم بتحب تعمل أي شيء تعمل أي ضجة تعمل أي قصة مثل موضوع مثلث برامودة مثلا اللي طلعت بالبداية كإدعاء ككتاب وبعدين العالم صدقته وصار قصص ومواضيع وأفلام وكتب انطبعت وإنه مثلث برامودة والإشياء اللي بتصير فيه ويعني هو ما فيه أي شيء على الإطلاق لكن العالم بتحب كتير تبالغ العالم بتحب تمسك قصص وتحكي فيه وكتير من الناس الطريف إنه كتير من الناس اللي عملوا كليمز أو من الصور اللي انشهرت بالسبعينات تحديدا بفترة هيدي قصة أو الصحون الطائرة بفترة السبعينات بلشت انتشر الإدعاءات والصور ومقاطع الفيديو وإلى آخره فيه كتير من الناس سلق من قبل عشر سنين أو قبل خمسة عشر سنة وقد خلص كبروا بالعمر كتير منهم وضع يعني يعني اعترفوا بإنه أخي لحنا عملنا هيدي الصورة المشهورة وزورناها وكذا ومقالات مليانة على الإنترنت يعني فيهم أصدقائنا يتابعوها فيه مننا الترجم للعربي وفيه مننا بالإنجليش طبعا بتلاقوا كتير نراجع أكتر لكن هي إدعاءات يعني مثل أي إدعاء طبعا أنه بس قصة نمشي فيها ومشي سوءها والإعلام بده شغلة يحكي فيها وبده قصة تجيب دعايات وتجيب مصاري وشغال الضحك على العالم لكن ما في أي إفيدنس عاطيني دليل إذا أنا بدي أضي حياتي عم بسمع إدعاءات 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 طبعا بقضي حياتي حرفيا بس عم بسمع إدعاءات من دون ما أعمل أي شيء طبعا أشكرك أفروية ديفيد بصراحة طولنا وأنا في عندي سؤالين لهم علاقة ما بعرف هذا برجع عليك زي ما نحكي فعلين ولا منه الحلقة شو أني ما بعرف خضر طيب في الأخ عصام عم بيقول سلام إلك ولضيفك ديفيد عم بيقول في حال إذا اغططم كوكب بكوكب الأرض وأصبحت دورة الأرض عكسية ما هي النتائج المتوقعة؟ إذا اغططم كوكب بكوكب الأرض بطريقة يعكز دا ورانا فكل أياتنا ما رح نشوف دا ورانا العكسي أساسا الأرض عم تدور حوالين نفسها بسرعة 3000 كم بالثانية إذا بتوقف تقريبا تأكدوا من الرقم على الإنترنت بس تقريبا هيك بتذكر؟ إذا بتوقف الكرة الأرضية عن الدورانا هي اللي هي عم تدور هي عم تدور هيك لحتى تعكس دورانا قبل ما تبلش تعكس دورانا بدأتوقف فلحتى توقف كل أياتنا لحننقذف بسرعة 300 كم بالثانية بتخيل 3000 كم بالثانية بتخيل شو لحيصير؟ يعني كل أياتنا لحنموت يعني أنت يمشي بسيارتك بسرعة 100 وضروب الفرام وشوف شو اللي هيصير معاك؟ يمشي بسيارتك بسرعة 3000 كم بالثانية وضروب الفرام وشوف شو اللي هيصير معاك؟ هي ده اللي هيصير وقد توقف الكرة الأرضية قبل ما تعكس دورانا للدور حوالين نفسها بالاتجاه المعاكس طبعا ناهيك عن إنه لح تتحطم ولح تتدمر دمار كتير مخيف يمتد لملايين السنين يمكن بعد منه نتيجة الحطام اللي لاحيصير الحياة ستفنى بلحظة ارتطام هذا الكوكب بالأرض طيب بصراحة هو أنا كمان أفكر إنه حتى بعد الارتطام بعد نعتبر إنه نحن قبل الارتطام هذا بشلنا حاننا بمركبة فضائية وطلعنا خارج الأرض وما مسنا سوء وصار الارتطام هذا ورجعت الكرة الأرضية أخدت وقت وملايين السنين ورجعت وصارت الدورة عكسية ورجعت الكوكب رجع برد ورجع مثل ما حاليا هو أظن ما رح تفرق كتير الحياة إذا الشمس غربت مش مشرق ولا شرقت من المغرب إذا كانت إذا كانت نفس الدورة نفس الميران والأمر بحدود الحالية يا سيدي ما لك محكاش حتى لا نفس الدورة ونفس الميران الأرض عم تتباطل دورانا على فكرة بالمناسبة الأرض كانت عم ندور حواليه نفسه بأسرع بكتير من هلأ لا أذكر يمكن بلش اليوم بأربع ساعات ببداية تشكل الكرة الأربية يمكن لازم راجع لنراجع شوية أظن ثلاث ساعات يا ربع ساعي أظن ثلاث ساعات كان أظن أو تبطأ تبطأ ولا تزال عم تبطأ وتوجود الأمر بطأ كتير من دوران الأرض هذه التفاصيل جان ما بتأثر على حياتنا يعني بشكل حرفي هلأ لحنا موجدنا بهالحقبة الأصيرة التافة اللي موجدنا فيها وتطورنا لنوعا فيها الكرة الأرضية بهيدا الحال بهيدا الرتمة اللي هي ماشية عليه فمنحس طبيعي الوضع عرفت ببساطة ولو كنا تطورنا بزمن عمره أربع ساعات كان دورانا الكرة الأرضية اللي نفرض تم إمكانية التطور بهيدا الحالة ما كان عم يصير فيضان للأنهار للبحار والمحيطات لأنه عم يدور حوالي نفسها بهذاك الرتمة العالي يمكن يأثر ما بعرف لكن إذا كان حسنا تطور الحياة بسرعة دوران أبطأ من هلأ أو أسرع من هلأ يعني ما حيفرق علينا كتير الشمس عم تطلع من الشرق أو من الغرب ما حتفرق كتير لكن يعني هذا الارتطام قطعا يعني الارتطام اللي صار بوقت اللي دمر الديناصورات قبل خمسة وستين مليون سنة من هلأ أفنى سبعين بالمئة من الحياة على سطح الكرة الأرضية سبعين بالمئة من الحياة أفنيت بالكامل وكان حجمه نيزك نيزك بس ما عم تحكي أنت بكوكب نيزك بحجم ملعب خرط قدم يعني يخلي الكرة الأرضية عملت هيدا النوم هيدا الاهتزاز صارت تهتز مع بعضها لبين ما رجعت هدية ما أنت عم تحكي بإصطيضام مخيف يعني فمستحيل حدا ينجو منه هيك إصطيضام أكيد ما رح ننجو منه طيب أخذ سؤال آخر أظن بس فيه شيطون عم بيقول فيه سؤال بخصوص موضوع الانفجار الكبير إيش كان السبب حصول الانفجار الكبير في البداية؟ ما بعرف إذا سمعتنا بالبداية شيطون كان كان الأخ ديفيد جاوب على السؤال هذا بمجرى الحديث يعني ما بعرف إذا عندك تعقيد ديفيد؟ حكينا فيك بداية يعني حكينا فيك بضبط يا ريت شيطون لو تراجع بداية الحلقة أكيد رح تفهم شو القصة وحكى فيه أخونا ديفيد على كلنا أخوي ديفيد أظن عصام كان عم بكتب لنا على كله هاي المواضيع أو الأسئلة المتعلقة بالمواضيع فيه طبعا واحد كاتب لي مستر جان كيف الشمس تحترك بدون أكسيجين أو تنطفئ؟ هذا خطأ شنيا، هذا خطأ شنيا، هذا خطأ شنيا التفضيل، فاتفقنا، ديفيد اتفضيل أفضل الشمس لا تحترق لا يوجد احتراق لا يوجد احتراق لا يوجد نار بالشمس عجيب لك لا يوجد هواء نحن نعرف طول بالك حبيبي علينا الطول بالك النار عندما تنفخ عليها و بيجيها هواء بضرب اوكسجين تزيد شعلا الشمس بدور اوكسجين شان تشتعل فضل لأن الشمس لا تشتعل أساسا الشمس لا يوجد نار مثل ما انتم تخيله الشمس النار هاي احتراق الاكسجين هاد اللي انت شايف و هذا ما موجود بالشمس والشمس اللي انت شايفه هو هيدا التوهج وهيدا الحرارة الناتجة عن الاندماج النووي اللي كنا انا عم بحكي عنه قبل شوي والذرتين هيدروجين عن يندمجوا ببعض يتحولوا الى ذرة الى ذرة هيليوم هيدا الاندماج تتشكل عنه طاقة هيدا الطاقة كتير عظيمة هيدا الطاقة اللي انت شايفه طالعة من الشمس هيدا مش نار هيدا مش احتراق اكسجين هيدا مش متل النار اللي انت شايفه هذا انفجار اندماج نووي حرفيا هيك اسمه ما خصر الحريقة او بالنار اللي بتشعر فيها الباربيكيو طبعا اشكرك اخي ديفيد بصراحة فيه الاسئلة المتعلقة بالموضوع يعني فيه سؤال هو شبه شبه متعلق بالموضوع ولكن ما بعرف استحي بصراحة تقريبا يعني عم بيقول صفان بن المعطل هناك فيديوهات لتجارب على سطحية الارض وهي شبه مقنعة اتمنى ان تشاهدها عن اليوتيوب عندما يكون عندك وقت وقبل ان تراها دع الشك يدخل قلبك في ناسا كما بدأنا بالشك بالاسلام قبل ان نبحث عنه وحينها وصلنا للحقيقة الارض طبعا هذا حريتك زمالة جارب نظرية الارض المسطحة خليه اركب بالطيارة بس ما ما حقلك تطلع بي اركب بالطيارة ولحتشوف الارض المدورة بعينك لحتشوف يعني شو بدك تجاود بربو يعني 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 اليوم انت بعصو الانترنت اليوم بعصو الكاميرات الانية اللي بإمكانك هلأ أنا عندي الدنيا ليلة عندي شتي عندي تلج عم ينزل فيني افتح كاميرا مباشر مع حدا باستراليا ويجاكرني هو عم يشرب بيرا بالشورت والظهر عنده على سطح البحر وانا عندي الدنيا ليلة ونزل التلج بفضل عاطيني تفسير يعني شو بدك؟ يعني انت عم تحكي اليوم بأنه يعني طيب أخوي ديفيد أنا أشكرك جزيل الشكر حبيبي على الوقت الطيب العفوة نيال وإذا بتحب كلمة أخيرة يعني أنا بصراحة يعني طيب ليش ما بتشك بناسة يعني ليش انت بس بشك بالإسلام أنا بشك بناسة بشك بكل شيء لكن وقت انت في عندك إفيدنس وقت انت اليوم عم اتبعنا على الأقمار الصناعية الأقمار الصناعية هيدي ما صارت هيك من حالها الأقمار الصناعية ما لشغالة هيك لوحدة يعني يا زلمي قاليليو نفسه قالك أنا شايف دوران الأرض منظلة على القمر بطلع على الأمر وشوف يعني ما بده يعني ما بعرف يا زلمي هيدي النظريات طلعت عليها ما لي ناطر وقت فراغي يعني طلعت عليها من زمان يعني لكن هي اتفغ من إنك أساساً تفكر بشو بدك تجاول فيها لأنه كل الإفيدنس كل العلماء كل مش العلماء كل الصور كل الشغل الأقمار الصناعية اللي شغالة اليوم اللي انت عمت تابعنا عن طريقها ما بي إمكانك تحقق أي شيء على أرض الواقع بأرض مسطحة ولا واحدة منن ولا بواحدة من هيدي النظريات ولا في إلى أي منطق علمي يعني ولا منطق علمي على الإطلاق ولا بتقدم أي تفسير لأي شيء بالوجود على الإطلاق ولا بتقدم أي تفسير لأي منظومة علمية على الإطلاق أو منظومة مجموعة شمسية أو أي كوكب أو أي نجم اللي احنا شايفينه يا زلمي موضوع أدفع من أنك تفكر بأنه شو بدك ترد عليه للشخص أصوصاً بالضبط بالضبط على كل حال يعني سوى فينا مثل الشيخ اللي تجصيه ولا ما تجصيه يعني مهلا نفسي للفكرة يعني بس دراس الباسيك تبع الفيزياء يعني الباسيك الفيزياء ما قصه بالعلماء ولا قصه بناتها ومو بس ناسة اللي قالت الأرض مدورة ولا فص ناسة بهذا الموضوع يعني بشكل مباشر موضوع كروية الأرض موضوع من قبل ناسة بمئات السنين تنإثباته يعني أنت ليش معلع على ناسة خلي تروح ناسة وتروح الأميركان ويروح كل الموضوع أيضاً سالين وضيط المؤامرة يعني الأرض معروف إنه هي مدورة من قبل ما تخلق أميركا نفسها ومن قبل ما توجد أميركا نفسها دولت أكيد أخي ديفيد على كل حال أخي ديفيد أنا مرض أطول عليك أكثر من هيك أشكر جزيل الشوتر على الحلقة الرائعة هاي بصراحة أنا كتير استمتع فيها وكما أقول دائماً أنا أطرب عندما أسمع أخي ديفيد أخي ديفيد كلمة أخيرة بتحب تقولها في الحلقة كلمة أخيرة أنا بس بدي أدعو الناس لأنه فعلاً إذا تقضوا وقتكم بأنكم تقروا وتتعلموا كيف لحنا جينا لهون الأسطورة الحقيقية لما جينا لهون القصة الحقيقية قصة وجودنا له قصة كتير رائعة قصة شاعرية قصة عظيمة ملحمة فعلاً تعتبر أعظم ملحمة كتبت على الإطلاق حرفياً هتعرفوا أنه قدي هيدا الكون عظيم؟ هتعرفوا ليش هيدا الكون موجود؟ هتعرفوا ليش لحنا موجودين؟ كيف لحنا نوجدنا؟ لحتعرفوا أنه لحنا جزء من هيدا الكون؟ مثل ما أنا بقول دائماً نحن موجودين بهيدا الكون منذ بدايته وحتى نهايته لن نغادره على الإطلاق نحن حظين بفرصة فقط لمعرفة هذه القصة في هذا الزمن اللي لحنا ولدنا فيه لو كنا ولدانين قبل ألف سنة ما كنا حنعرف شي عن هيدا الموضوع لحنا كتير محظوظين استغلوا هيدا الحظ اللي إجانا لأنه نعرف قصتنا نعرف أنه لحنا والكون كل واحد أكتر 90% من ذرات الكون 90% من الذرات الموجودة بالكون هي هيدروجين و8% هيليوم و2% هي فقط الذرات المشكلة لكل شيء آخر على الإطلاق كل شيء آخر على الإطلاق هو فقط 2% من الذرات الموجودة في هيدا الكون وقت بتحس بهذه الكلمة هيدا كلمة رهيبة وتفكر فيها هيدا كلمة بتحسسك بأنه لحنا عن جد لازم نغير كتير مفاهيم لكتير إشياء مثل ما بيطرح نيل دي غراستيسون دائما وبيقلك وجود الذرات الموجودة بجسمنا هي نفسه على نفس التراتبية لوجود الذرات في الكون الهيدروجين بشكل تلت الذرات الموجودة بجسمنا نحن والكون كل واحد الكون نحن مرآت لهذا الكون نحن جزء من الكون واعى نفسه مثل ما قلت أنا بقبل هالمرة استغلوا هيدا الفرصة حسوا بهيدا القصة الجميلة روى واستمتعوا فيها في كتير كتب اللي احنا محظوظين اليوم بعلماء عم يبسطوا العلوم بيع وقتهم عم يتركوا المخابر تبعهم لحتى يكتبوا كتب بأسلوب بسيط أنا وياكم نفهم عليهم من دون معادلات رياضية معقدة استغلوا هيدا الموضوع اليوتيوب مليء بوثائقيات مضبوطة بوثائقيات محترمة بتشرح وبتبسط هيدا الأمور استمتعوا فيها وقت بتقضوا وقت عم تتابعوا هيدا الموضوع أنا برأيي لحتى استمتعوا فيه أكتر بكتير من يمكن تفرجوا على مسلسلات أو على هيدا الأمور العادي متابعت الخرافات هاي اللي بتلاقي العريفي واحد الحيوان مثل العريفي مليونين ثلاث ملايين متابعي يعني شيء أدفه من إنه واحد أصلا يحكي فيه للأسف الشديد إلا أنه جان ببساطة الملاحم العظيمة بدي أشخاص على قدر من الهمة لحتى يطلعوا عليها مين أرى هوميروس؟ مين أرى الإلياذة والأوديسة؟ ومين عم يقرى هيدا القصص الصغيرة تبعا؟ التافة وقصص الحب وكذا؟ الملاحم الكبيرة الملاحم العظيمة بدي أشخاص عندهم همة لحتى يقروا بدي أشخاص عندهم رغبة بأنهم يطلعوا عليها ووقتي بيطلعوا عليها هاي دي أشياء هاي دي نوع من الملاحم هاي دي نوع من القصص اللي بس تقراها مستحيل تبول نفسك بعد ما تقراها وهاي قصة وجودك على هذا الكوكب قصة وجودك أصلاً وجودك الوجود كامل يعني لما تفهم قصة الكون من البداية كيف هالزرار تشكلت كيف هالنجوم تشكلت كيف كوكب الأرض اللي انت بتمشي عليه يومياً وانولدت عليه وكل معارفك وكل إدراكاتك وكل أشياءك على هالكوكب هذا انت ما بتعرف كيف تشكل هالشمس اللي يعني بتشوفه دائماً 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 ما بتعرف عنا شي يعني كوه هاي يعني كل الأغلبية الساحقة 99.99 من شعوبنا بتقول والله نار يقول نار ما فيه أكسجين يعني تصور هاد هاد اللي بيعرف انه شمس يعني الشمس نجمة على أساس فما بقى لك باللي ما بيعرف شي يعني أنا ذكرت قبل هالمرة أكتر من مرة أنه واحد من عائلتنا من عائلتنا كان يقول لي شو الأمر؟ الأمر نور بالسمش كيف يعني بدي يطلع عن نور يعني يعني أنا صدمت أنا بنصدم كتير بنواس بيكونوا جامعيين ما بيعرفوا أبداً مثلاً إنه قدي حجم الأمر بالنسبة للأرض أو الشمس أو إنه الأمر قريب كتير على الأرض بس الشمس كتير بعيدة بنا ما بيعرفوا هيدي التفاصيل البسيطة لك في ناصها بتصرعني أكتر من هيك مثلاً إنه مفكرين الناس اللي عايشين بشمال الكرة الأرضية إنه أقرب للأمر من الناس اللي عايشين مثلاً على خط الاستواء أو بالدول العربية عم حاكيك عن جد؟ صدق إني صدق أو لا تصدق أنا أريت بالعربية عربية العربية نات يعني ما قناة العربية كل الناس بتعرفها إنه الحجم الأمر أصغر من حجم الأرض بأربعمائة مرة كيف يعني؟ تعفهمني؟ يعني قناة أعلامية على مستوى يعني واحد نظر شو بدي يحكي بصراحة يعني الجان هدو قنوات هدو قنوات ما خصهم بأي شيء إلو علاقة بالأعلم هدو قنوات مأجورين مثلهم مثل غيرهم هنه مصر مشهورين إلا لأنه في عندهم تمويل أعلى من القنوات الثانية لكن هنه مثلهم مثل أي قناة تانية تافهة أوكي عندهم تمويل أعلى فديكورات أحلى فموزيعات أحلى فمشهورين أكتر ببساطة شديدة لكن أنا وقت اللي بتابع معهم وقت اللي من زمان كنت شوف عليهم أي شيء كوثائقيات أو حتى كأخبار علمية وقتبين نقلوها كثير مخجل الموضوع أنا تعرف أنا أريت أريت بوقت كان كسوف للشمس أظن فعم بيقول إنه ما بعرف المسافة أبعد من المسافة المسافة بين القمر والشمس أبعد يعني المسافة بين القمر والأرض بتبلغ أربعمائة مرة بين المسافة بين الشمس والقمر وهي حجمة أصغر بأربعمائة مرة فبتعطينا يعني أي ما بعرف شو بدأ بتحكي يعني بصراحة ما بعرف شو بدأ بتحكي ومتل وقت بتقرأ وبتسمع واحد عم يقلك قال سبب فصل الصيف لأنه الأرض أقرب للشمس بتكون شو عم تحكي أنت؟ فصل الصيف وين أول؟ تعالى نحكي بالأول فصل الصيف بأي مكان بالعالم لأنه بكل لحظة في مكان في فصل الصيف ومكان في فصل الشتة شو عم تحكي؟ يعني أنت ما بيصير تطلع على الأمر ما بيصير نكون أنا وياك قاعدين على الأمر وتقول هلأ الدنيا فصل الصيف هلأ إذا فصل الصيف كانت بأستراليا فهي فصل الشتة بالسويد والعكس بالعكس ما بيصير نكون ما منطقية أو تقللي هلأ الدنيا ليل فما في ليل ونار بي برات الكرة الأرضية ما فيك تحكي هذا الكلام ما فيك تقول هلأ الدنيا ليل تقول هلأ الدنيا ليل بسوريا بمصر لا تحدد سموه تقول هلأ الدنيا ليل بالأرض هاي دي مفاهيم؟ مثل تطلع على الفضاء الخارج تقول هاي شمال وهي يمين ما في حتى موضوع عم قلت شمال وجنوب يعني أنا أذكر مرة تماما شخص شخص جامعي حتى معه معه ماستر بس ماستر بالأدب الأدب الفرنسي فعم نحكي أنا وياه شوي بالأمور العلمية فبيقلي قال لي يا ديفيد أنا أكتر شي مستغربه بهالدنيا إنه كيف الناس اللي عايشين بجنوب الكرة الأرضية ما بيوقع انت شو اني؟ انت متخيل إنه هن انتحت؟ انت متخيل هن انتحت ولحنا فوق العالم الفكرة شمال وجنوب يعني تحت وفوق هن لما هلا بشوفوا الكرة الأرضية هاي ومرسومة هيك بهالشكل هادا معناتها فيه في اشتفاء وتحت يعني هن تفكر مال هيدا الموضوع في كتير ناس من زمن خاصة من العلماء اللي عايشين بنصف الكرة الجنوبي عملوا خرايط للكرة الأرضية وموجودة على الانترنت فيكن تشوفوه بالعكس تماما الخريطة اللي انتو بتعرفوه هلا يعني بحيث انه استراليا والبرازيل وكذا وكذا كلهم بشمال الكرة الأرضية وهلا القطب الشمالي وأوروبا وكذا بجنوب الكرة الأرضية وخريطه تنصح خريطه تنصح انت كيف نظرت للموضوع هيك ولا هيك هي صاح ما هي شمال وجنوب هو كلام اللي احنا عم نحكيه لحنا اللي ابتدعناها لأيدي الفكرة شيشة ما سميناها شمال بس فيك تأكسو ايه ما دي أسر اي شيء انت بالضبط جانع لو انت برات الكرة يعني انا هلا إذا جيه من الكرة الأرضية من هالطرف هذا وعملت حالي هيك فبدأ أشوفها هيك وإذا عملت حالي هيك بدأ أشوفها هيك يعني ما في شيء صحوق تحت شمال وجنوب شغلات الأشحاف هيك ايه ما دي يعني اكشي برات الكرة الأرضية معت فيها هيك يعني ما بشي اسمه شمال الجنوب برات الكرة الأرضية هايدي مصطلحات اللي احنا اللي نفهم على بعض متل ما قبل شوي حكيت يعني موضوع المادة والمادة المضادة مصطلحات اللي احنا عم نسميها هيك أو حتى الشحنة الموجيبة والشحنة السالبة اللي احنا افترضوا هذه المصطرح نحن نعرف نتفاهم سمينا الإلكترون شحنته سالبة صلصا اوك بس هي اللي هي سالبة لاحقا اسمه سالبة اساسا هي افتراض اللي احنا اصطرحنا عليه لقطا نفهم على بعضه اللي احنا عم نحكي فالناس ما بتعرف بتفكر مثلا يا زبره الإلكترون شحنته سالبة يعني هو ناقصه شي هو مو ناقصه شي هو مو بس ناقصه شي هو ناقصه واطي كمان على كلنا على كلنا حبيبي داود أنا أشكر الجزيل الشكر على هذه الحلقة الرائعة أنا بطير مبسط معك والحديث هذا أنا لا أمل منه بصراحة الحديث وأجد نفسي أتنفس لما أتحدث بهالمسائل يعني الحديث المفضل عندي دائماً وأبداً كنت أتمنى بصراحة ما نتطرق إلا غير لهالأحاديث لكن للأسف وقعنا غير هيك وقعنا يضطرنا أنه نتحدث عن الخرافات والأسف أنه أكثر حديثنا عن الخرافات ديفيد أشكر جزيل الشكر أصدقائي طبعاً أشكركم جزيل الشكر وبكرة رح يكون عمنا عطلة ما في عمنا أي حلقة بكرة رح عاخد عطلة دي أطلع مع البنات شوي وشوي زحمة الشغل كما عم ترحمنا فنلاقيك نشوفكم يوم التنين طبعاً مع خرافات للأسف نرجع للخرافات ونشوف طوافان نوح كيف بيصير يعني رح نناقش طوافان نوح مثل ما تعرفوا أصدقائي ياريت تشتركوا بالقناة الجهر بالإلحاد هاي الموجودة لأنه أصحابنا المسلمين وأصدقائنا دائماً في تبلغات وممكن تقفل في أي وقت وياريت تشتركوا بقناة الجهر بالإلحاد الاحتياطية وقناة شبك التنوية وشرق الأوسط شمال أفريقيا وطبعاً ما تنسوا كمان الديوان اللي طلعته أنا الرابط موجود تحت الفيديو اللي حابب يقتني الديوان ويدعمنا مادياً يشتري وأشكركم جزيل الشكر على المتابعة أشكرك أخي داود أشكركم أصدقائي وأشوفكم يوم تمام إلى اللقاء إلى اللقاء